أنا كلاعب لعبت في دوري يلو لعبت في دوري درجة ثانية ولعبت في دوري ممتاز كل أمانة دوري يلو أصعب دوري مي مبالغة أبنين أحياء صعب منافسة فنياً زي ما ذكرت الأسباب الثانية ماكي طيارة خاصة ممكن ملاعب سيئة ممكن غرف ملاعبة سيئة ممكن ظروف ممكن تأجيل مباريات أشياء كثيرة عوامل كثيرة ما تساعد اللاعب أنه يبرز يعني لاحظنا الأهل يتكلم اليوم أنه عنده نقص في مركز الجناح وهو لي تعاقد مع سميحان النابت وش كان سميحان مع التعاون تعاقد مع فهد الرشيد وفهد الرشيد كان متألق مع التعاون وطلع من عنده الموسم الماضي جال السنة كاملة على الدكة هيثم عسيري واحد من أبرز المواهب اللي ممكن تغطي لك مركز الجناح سوان علي منع وليسار مو معقول أن الثلاثة كلهم فشلوا واحد من أهم أسباب فشله من اللاعب ما يشعر بالعدل ما يشعر أني أنا لما أنزل أبعطي الفريق دفاعياً هجومياً كل ما لدي المدر بيثق فيني لأني أنا قاعد أشوف أني فضل واحد أنا أفضل منه على الأقل أنا أجي التمرين على وقته وهذا ينزل التمرين بعد ثلاثين دقيقة وأنا أعرف أن الشيء هذا صار صار في الأهل أنه مرات كثيرة جداً فيه لاعبين في الأهل يتأخرون على التمرين بس المدر ما بقادر يتعامل معهم بعد سبو حافل كان في وسط الأسبوع عندنا كاس الملك اللي خمسة أندية من أندية دوري يلو نجحت فيه نتطيح بخمسة أندية من أندية دوري روشن اللي المحترفين ووصلت إلى دور السطعش موضوع مهم زي هذا كان ودنا أن نتناقش فيه مع واحد جاي من تجربة دوري يلو شرفنا اليوم في حلقة اليوم موسى الشمري عضو اللجنة الفنية في دوري يلو ونعب رئيس رابطة لعبي كرة القدم سعوديين ورجل عنده تجربة تزيد على عشرين عام في كرة القدم خمسة وستة دي أقلت لي أبو وليد اللي أنت لعبت فيها تكلم عن تجربة عريضة جداً حياك الله سعيدين جداً متواجدك من اليوم يا أهلا أبو علي شرف فيك وفي أخوي أبو عالية وأنا من شد المتابعين هذا برنامج الممتع صراحة المثري للمشاهد والمستمع بالنسبة للجنة الفنية أنا مضمن أعضاء لجنة الفنية بقية التلسطورة قاعد المنتقب السعودي ونادي الأهل الكبير الكابتن محمد الدجوات بقية أعضاء الفريق الفني كذلك أنا نائب رئيس رابط اللاعبين سعوديين رئيس الرابطة أخوي محمد السهلاوي سابقا كان وساما وساوي اللي من جعل التحية هو من أسس هذه الرابطة فيها واخرة 2021 بقيت أعظم السيد عرامنا فشغير عبد الملك الخيبري حزم معاذ صفوان مولد فعد مولد الله يشفيه كذلك محمد الفريق أكثر من عضو وراح نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عندي كبيرة مثلتات شرفت فيها ذلك وكلهم كل احترام متبادل بينه وبينهم والله الحمد الكبير الشباب العروبة الآن عادة دولي روشن بعد غياب عشر سنوات كذلك قطبي بريدة التعاون والرائد كذلك الفيصلي أيام كانت جميلة مع زلاتكو كذلك نجران أيام مع جوكيكا والحسن اليامي كان مع جهد حسين والعيان حسن الراهب ووقت بروز نجران في ذلك الموسم شو توقع بكونك مهاجم أتوقع ذي اللي فوق حاجبك اليمين هذه يا تناطحت مع المدافع يا مع حارس شيء زيك تشري صحيح لسه تغرز هذه مع المدافع متعودين أنا كمهاجمين متعودين أي ضارب الراس لازم يجي مثالي يصابه متعودين جدني صراحة يد النادي الجندل اللي هو موجود في جدول ترتيب يولو في مراكز متأخرة أنا متأكد أن الشارع الرياضي كلها فاجأة اللي صار بس بالنسبة لك كمتابع جيد دوري يولو فاجأك الموضوع كان مرة مفاجأة أن هذه النتائج صارت ولقياسهم بقوة ومستوى الدوري الموضوع طبيعي بالنسبة لك طبعا نبارك شقة نادي الجندل لنفس المنطقة اللي أنا فيها منطقة الجوف وجه تحية لرئيس النادي الشاب عبدالله السالم مدرب السعودي زيادة العفرة اللي عاد هيبة المدرب الوطني الآن كلنا نتحدث أن لازم تتاح الفرصة للمدرب الوطني معية صالح محمدي في الحزم كذلك أثبته كل أمانة أنهم مدربين أكفاء ينتظرون الفرصة أثبتوا الجميع أن المدرب الوطني متى ما وتيحت لفرصة قادر أنه يبرزوا ويواجه المدربين الكفار أمثال الأندية روشن الجندل أحدث مفاجأة للجميع بكل أمانة تفوق على نادي الأهل الكبير أنا وجهة نظري مين مفاجأة كبيرة بالنسبة لي كوني أني متابع جيدا لدوري يلو اللاعبين المحليين اللعبون بكثرة أكثر من اللاعبين المحليين في دوري روشن لما شفناك أسأل ما لك بتاعت فرصة لللاعب المحلي في دوري روشن فقدت رتما بريات ليقيا بدنيا فنيا لذلك تفوق اللاعب المحلي في دوري يلو على دوري اللاعب المحلي في دوري روشن شفنا خمسة عن دية تأحلت إلى دوري 16 تكلم عن الجبلين الطاي تكلم عن قطبي عن نيزة النجمة هو العربي تكلم عن الجندل وأنا أتوقع العلم عند الله أن في فريق رح يكون في دوري الثمانية حتى فيصل يقدم مباراة كبيرة خرج بركلات الترجيح يمكن تقريبا حتى أكبر نتيجة كانت كانت النادي من أندي يلو اللي هو خمسة اثنين اللي فاز فيها نادي الطائن النقطة اللي أنت قلتها أتوقع أنها فعلا ممكن صنعت فارق أنه المدربين في مباريات من هالنوع هي الآن ما كان يايس له جيسوس بيولي أي مدرب أنت تأخذ الموسم خمسين مباراة عندي من منظور المدرب واللاعبين هذه أقل مباراة في الموسم لأنها مع فريق جاي من دوري مختلف أكيد أنها من منظور المدرب وهذا أنا أتوقع أنه ترى فخ كبير جدا أنه هي أسهل من أي مباراة في دوري أبطال آسيا أسهل من أي مباراة في الدوري أسهل من أي مباراة في كاس الملك من الأدوار القادمة فأنت لما تأخذ موسمك ترتم مبارياتك على مستوى الصعوبة تي بتشوف أن ذي أنت من منظورك أقل وحدة فبالتالي بتجد التغييرات زي اللي سواها الهلال مثلا أمام البكيرية فبتلعب لاعبي الاحتياط اللي هم ما يلعبون ما يحظون بدقائق لعب كثيرة فبالرتم المستوى ما رح يكون عندهم زي اللاعب اللي هو جايك أصلا كل أسبوع على المباراة مع ناديه في دوري ومع فارق مهم جدا اللي هو الدوافع يعني بالنسبة لمدرب الجندل ولاعبي الجندل هذه هم مباراة في حياتهم بالنسبة للأهلي زي ما قلنا هي المباراة الأقل الأهمية في موسمك كاملا لذلك هالنوع من المباريات إذا أنت ما تتعامل معها بجدية كبيرة جدا هي ممكن ترى تطلعك برى البطولة وتوقع أنه في إنجلسرا وغيرها ترى دائم فيها المفاجآت لأنه أنت تعطي جزء خلينا نقول من اهتمامك وطاقتك في المباراة بينما المنافس يعد المباراة هذه على أنها هام شي بالنسبة توقع لزول عدد اللاعبين المحليين في من ثلاثين إلى خمسة وعشرين يعني القائم في شكل عام أدى إلى أن لعبها هذول يرحلون الدوري يعني يصنعون فارق في دوري كم تتوقع ابو عالي أنا اليوم شيكت على ترانسفير ماركت كم لاعب من دوري روشن العام الماضي راح لدوري يلو كم تتوقع أتوقع في الممكن تكلم عن 15 عشرين 15 عشرين أكثر من مئة لاعب اللي راحوا من روشن إلى يلو هذا الموسم بعد قرار تقليص القوائم منهم لاعبين راحوا بنظام الإعارة منهم لاعبين راحوا انتقال كامل منهم لاعبين أصلا من الفئات السنية تعرف بعد الأولمبيو والغا حتى دوري 19 سنة صار أكبر عمر 18 سنة عندنا فأي لاعب فوق السن هذا ما يقدر ينضم الفريق الأول الحال أنك تبيعه وتطلع إعارة وأنديت يلو استقطبت عدد كبير جدا منهم تتكلم لي أنا عديتهم 100-104 لاعب تقريبا يوم خذل خلي نقول الأبرز سلمان الفرج تكلم عنه عبد الملك العيري عباس الحاسن لاعبين مميزين محمد أبريك كانوا موجودين بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين الأجانب بس ذا النقطة تحديدا أنت تتوقع أبو وليد أنها شكل فارق في يلو في السنوات الجاية في قوة المنافسة أنه صار اللاعب اللي عنده خبرة وتجربة كبيرة زي سلمان يقبل أن يلعب أحمد حجازي رماريني وأيضا بيرفع من جودة تنافسيتها الدوري صحيح وتقليص القائمة إلى 25 اللاعب أجبرت اللاعبين المحليين أن ما عندي فرصة إلا دوري يلو ودوري يلو لأنا أصبح تنافسي دوري قوي جدا وأثبت هذا الكلام كأس خادم حرميين الشريفين فيه مدربين كبار زي شاموسكا راحل نيوم تكلم اللاعبين كبار وتكلم عن سلمان فرج محمد أبريك فيه أكثر من اللاعب محترفين مميزين مثل حجازي قاعد من تخب مصر تكلم عننا رمارينه جونيور من الشباب إلى نيوم باتوا باري أنا مسميه مهر مهر دوري مهر الصعودي إلى دوري ممتاز صعد مع أكثر من الفريق صعد مع شاء الله وانتظروا مع العلاء الآن ودائم هداف الدوري ودائم مع العلاء وتفقى درجة ثانية سنتين راح تشوفه الممتاز العلاء نيوم من أقوى الفرق الآن في دوري يلو أنا وجهت نظري أن يوم الآن لو موجود في دوري روشن راح يكون خامس الدوري والترتيبين مجامل شفنا القادسية الآن في ظل الأجانب المميزين في ظل اللاعبين المحليين الآن متصدر الدوري معية الحزم وجدة فهذا أعطى الدوري بكل أمان أكثر تنافسية أكثر قوة مع المدربين الكبار زي شاموسكا اللي شفناه يعني بكل أمان حقق بطولة كاس الملك مع التعاون نعتقد تعاون الفيصلي شاموسكا مع التعاون مع التعاون فمدربين الكبار كلما نرفعه من قيمة الدوري أنا أعتقد أنه ممكن يساعد اليوم في الموسم الجاي أكثر من القادسية أن الفريق بيجي هو أصلا لاعب سنة مع بعض في دوري يلو فبيصعد ما رح تشكل فريق من جديد زي اللي صار مع القادسية تقريبا الآن لو تشوف تشكيل الأساسية القادسية على الأقل عشر لاعبين تم تعاقد معهم في الصيف الماضي فهو فريق بيحتاج وقت على ما ينسجم عناصره خلال الفترة الجاي عكس تجربة اليوم اللي قرروا أنهم يشكلون فريق الآن ينافس في دوري يلو فيصعد فعلى أقل عندك على مستوى اللاعبين المحليين أنت عندك لاعبين لعبوا مع بعض على القل موسم واحد وتقدر تبني عليهم الموسم القادم أيضا من الأرقام والحصائيات اللي صراحة كنت حريصة منين أقيس دوري يلو على دوري روشن مسألة قيمة السوقية اللي موجودة هنا وهنا تكلم هذا الموسم قيمة السوقية 77 مليون يورو لأندي الدوري يلو الموسم الماضي كانت أكثر 97 ولكن الموسم اللي قبله تكلم عن موسم 22-23 كانت فقط 38 مليون يورو يتكلم عن ما يعادل ثلث القيمة اللي بعد ذلك صارت في الموسم التالي ولكن هذه النسبة كم تشكل من قيمة السوقية لأندي الدوري روشن تاخذ قياس ما بين الدوري اللي هو محترفين والدوري اللي هو يعتبر دوري درجة أولى تكلم قبل الموسمين كان 11% الموسم الماضي 10% الموسم الحالي يشكل فقط 6% من القيمة السوقية لأندي الدوري روشن وهو ما يوضح لك الفارق الكبير اللي موجود ما بين الدوريين وش أكثر دوري نقدر نقيس عليه الدوري المرعب جدا أقوى دوري درجة أولى في العالم كله اللي هو championship اللي موجود في الدوري الإنجليزي لك أن تتخيل أن القيمة السوقية للدوري كاملا اللي هو championship أعلى من اللي موجود حتى عندنا في دوري روش هو دوري درجة أولى يعني تكلم آخر ثلاث مواسم كلها فوق المليار يورو القيمة السوقية للعبي championship قبل موسمين كان 15% من عندية البريمير ليج بعدين 18% الموسم الحالي تتكلم عن 13% يعني تقريبا المضعف اللي موجود عندنا في مسألة الفارق ما بين الدوريين وشن اللي يهدف له من خلال كلام هذا كلها أنه وجود دوري درجة أولى قوي وتنافسي يحقق لك أهداف عديدة جدا تكلم تحديدا لشخاص الفنيين زيك يا موسى يعرف أهمية النقطة ذي نقطة أنه أنت لما تطرع من هذا الدوري تروح تتنافس في دوري أعلى زي دوري روش ما أتوقع منك في كل سنة أن الثلاث الصاعدين بيكونوا هم الثلاث النازلين لأنه عندهم القدرة على أنهم ينافسون ويبقون ويثبتون أقدامهم في دوري المحترفين في الفارق ما يكون كبير النقطة الثانية النادي لما ينزل النادي الهابط ما يجد أنه السنة اللي بعدها هو نفسه اللي بيرجع لأنه في فارق كبير ما بينه بين الأندية اللي موجودة مسألة الإعارات مهمة جدا نحن شفنا خاصة الأندية الكبيرة لم يكون عندهم لاعب 18-19 سنة ما يلقى لما كان في الفريق الأول كان غالبا لما يروح يلعب في أندي الدوري يلو فعليا يروح ويرجع مهما قليل جدا اللاعب اللي يتطور ليش؟ لأنه الدوري ما يساعدك التنافسية اللي موجودة فيه رتم المباريات فرق كبير جدا ما بينه ومبين دوري المحترفين لما يكون أنا ما أقولك إنه بيصير نسخة ثانية من دوري روشن لكن كلما قربت الفوارق اللي موجودة ما بينها الدوريين المستوى القيم السوقية على مستوى التنافسية على مستوى رتم المباريات بيفيدك كثير جدا على المستوى الدوري وتحديدا تحديدا اللاعب السعودي واللاعب الشاب اللي يبحث عن التطوير اللي يبحث عنده وكيل أعمال بيقول تعال خلني أخذك سنة وديك نادي في يلو أضمن لك من 34 جولة تبي تلعب 25-30 مباراة تبي تلعب أساسي تلعب 60-70 دقيقة في كل مباراة يفرق كثير لما أروح ألعب في دوري تنافسي عن دوري فعليا أنت رايح تسحب رجليك لأنه المستوى والرتم فارق كثير فأنت تشوف أنه خلال السنوات الماضية الشيء اللي حين وصلنا له في دوري يلو هو المأمول وللسه ممكن الدوري يتطور أكثر ممكن مستوى التنافسية فيه تعالى ونوصل للشيء اللي حين نبغى أنه يكون دوري حقيقي تنافسي لما ينزل ناتي ما يضرر ولم يروح لعبي عارة فعليا يتطور ويرجع ناتي وضعي أفضل صحيح زي ما ذكرت يعني فيها فوائد كثيرة ومن ضمنها أيضا نضيف إلى كلامك من ضمنها أن المدرب منتخب يلتفت اللي دوري يلو نتكلم اللاعبين بارزين كل أمانة لديهم الرتم البدني الفني عدد أكبر من اللاعبين المحلي في ديوروشن اللعبين باريات جهازية أكبر هذه ترفع من قيمة اللاعب المحلي والتنافسية كذلك نقدر نشوف اللاعبين من دوري يلو يلعبون في المنطقة بالسعودي زي ما كلت الفوارق الكبير الآن ولكن رح تتخلص أكثر وأكثر الآن الموسم هذا أفضل من السنوات الماضية نشوفنا الآن الفوارق تخلصت وإن شاء الله السنوات القادمة من بيذن رح نشوف أفضل رح يكون اللاعب المحلي أقوى رح يكون الدوري أقوى تنافسي أكبر زي ما ذكرت في الدور الإنجليزي الآن لما يصعد فريق تقوي نافس عندي كبيرة ويتغلب عليها وهذا رح يصير إن شاء الله في السنوات القادمة لأن السنوات الأسف الأخيرة رح نشوف الثلاث الصاعدين ومثلاث اللاعبطين زي ما ذكرت وإن شاء الله السنوات القادمة رح يكون دوري يلو أقوى ويقوى ما تلاحظون التحدي في دوري يلو جودتها وفيد من التنقل من محافظة لمحافظة يعني في صعوبة في كثير من الأندي على مستوى المباريات يعني سفر طويل مرحق على اللاعبين فيصير في تحديات كثيرة توجهها هذه الأندي زي الميزينات الضعيفة يعني ما أقدر أن نوفر طائرة خلاصة أووفر يعني خلنا نقول لوجستيك وكذا عوامل أفضل من أندي تروشم فأتوقع هنا التحدي الحقيقي أو الصعب أنا كلاعب لعبت في دوري يلو لعبت في دوري درجة ثانية ولعبت في دوري ممتاز كل آمانة دوري يلو أصعب دوري مي مبالغة منين أحياء صعب منافسة فنيا زي ما ذكرت الأسباب الثانية ماكي طيارة خاصة ممكن ملاعب سيئة ممكن غرف ملاعب السيئة ممكن ظروف ممكن تأجيل مباريات أشياء كثيرة عوامل كثيرة ما تساعد اللاعب أنه يبرز ولكن هذه الدورية تصنع من اللاعب لا لاعب قوي من ناحية المنتاليتي العقلية من ناحية صبر اللاعب تكلم عن مباراة ممكن ما فيها لنصف هجمة أنا كمهاجمة زي مسجلة الكرة فيها ما تنزل الأرض أحيان بعض مبار يعني بعكس الدوري ممتاز اللي تقدر تشوف تقدر أنك ترفع راسك تلقى فيها المساحة تقدر أنك تمشي في الكرة الدوري درجة صعب جدا وأعتقد الآن بدت يعني بدل الوضع على أن يتحسن بتغير المدربين بكل أمان يعني أنا جربت المدربين التوانسة كثير كان أكثر المدربين في دوري درجولة مدربين التوانسة الجهلم كل التحية وكل احترام ولكن كان عندهم طريقة معينة دفاعية واللعب المرتدات كانت كل طرق الفرق نفس الطريقة يعني مملة طريقة وحدة الكل يقفل نصف فرصة انتين براء واحد صفر 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 تعادلات كثيرة الآن شو نتيجي نتيج كبيرة المدربين اختلفوا الفكر اختلف المدارس اختلفت وهذا ما يطور من دوريال لأن صباحك يساهل كل لذيذ آل برو موجود مثالي للفطور ولمحبي القهوة جوز الهند شوفان لوز آل برو صح حلي اختلفوا 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 جديد عن الرياض حمدل على السلامة في اول يوم لك في الرياض استعلم اشياء كثيرة منها وعنها وبتكتشف ان الرياض مدينة الخيارات واكبر مصدر للموزعت ممكن يضيع يومك وانت تبحث عن موقف دور موقف او تقدر تكون صاحب موقف تسكن قريب من كل شيء او كل شيء يصغر قريب منك تقدر تعيش في دارك او تتعرف على جارك تقدر تسكن في مكان عاد او تسكن في صفر مجتمع يلبي احتياجك ويسبك توقعاتك كل نواهل من درب الوطن يعني يكون دورياله هو البكان اللي يبرز فيه مدرب يعني يتذكر ساري لما برس مدرب يعني ما كان بنك وما كان اصلا لاعب سابق ولا شيء فدرب فريق في طالع تحت انبولي توقع صعد معاه فجأة كده درب ليفونتس يعني كان صعوده مبني على نادي من سرابي او دور الدرجة التانية توقع انه بتكون ارض خاص من المدرب الوطني هو افضل شيء سواه صالح محمد انه راح للعزم فريق كان بيهبط خلاص جهز نفسه عشان موسم الجاي اللي هو في دورياله استعدوا لان شنو ما تصدر الدوري لان انت كمدرب وطني لازم تتبعث الفرصة مثلك مثل اللاعب ما حصلت فرصة في دوريالروش لازم انه تحصل في دورياله اثبت نفسك في دورياله وصعد مع الفريق ورح تبقى مع الفريق يعني صالح محمدي لو صعد الموسم القادم ورح يصعد والعلم عند الله رح يبقى مع الحزم مية بالمية رح يبقى مع الحزم لانه حين واجه النصر في كاس خالد المحرمي بها جانب النصر انتصر النصر اثنين واحد باخر الدقائق خطأ مشترك بين المدافع والحرس يعني من الاشياء اللي اعتقدنا كانت ملفتة في مباريات كاس الملك هي الطريقة اصل اللي يلعب فيها الجندل دام الاهلي صريحة يسدى بعد المباراة احنا كنا نتوقع فريق انه بيدافع في المناطق الدفاعية ويتكتل في الخلف لا لقينا فريقي يهاجمنا ويبادلنا السيطرة في المباراة فنتكلم هنا عن مدرب وطني او مدرب سعودي بفكر مختلف عن التفكير اللي انت قلت لهوساد اللي ما سألت انه خلاص احنا قل الإمكانيات لازم ندافع لازم نلعب بهذا السبب لكن لعل هذا يكون مدخل لنا لمباريات الجولة وخلينا نبدأ من الاهلي اللي كان حديث الناس خلال هذا السبوع خسارتين قاسية اللي كانت في كاس الملك امام الجندل ومن ثم الخسارة اللي كانت امام واحد من الانديات الصاعدة من دوريال والي هو القادسية في مباراة اعتقد انه لا تزال صدمت الخروج من كاس الملك موجودة عند الاهلي والاخبار المتداولة انه خلاص علاقة عيسلة مع الاهلي توشك ان تنتهي رقميا احصائيا في الخبر اللي ظهر في الرياضية انه من 44 مباراة رجل تعثر في 21 يعني قرابة الـ 57-50% من المباريات اللي خاضها مع الاهلي هو تعثر فيها نفهم انه فريق جاي من دورياله الموسم الماضي تحديات مختلفة يحتاج وقت على ما يتشكل الفريق لكن الاشكالية كانت انه اللي قدمه الموسم الماضي انا في ظني كان يستحق علينا ياخذ فرصة موسم ثاني لكن درب الفضيع اللي صار بداية الموسم تعثرات اللي صارت المباراة الوحيدة اللي ما خسار الفتح من بداية الموسم كانت على حساب الاهلي خسارة ايضا من القادسي الخروج من الجاندل صعب الموضوع عليه ولكن هنا تحديدا في المبارات الاهلي والقادسية اكثر شيء كان مستفز بالنسبة لي هي الطريقة اللي سجل فيها القادسي وانا ما تكلم هنا عن الجدل التحكيمي وركلة الجزاء ولكن الطريقة اللي جاء منها جاءت منها ركلة الجزاء ممكن صارت ابو عالي فقرة اسبوعية انه نقول الناس ارجعوا شوفوا الهدف شوفوا اللي صار فيه هي كانت اعادة المخرج كان قاعد يعرضي اعادة بعدين لما رجعت الكاميرا على اللي قاعد يصير في الملعب طبعا ما ندريش اللي صارت السلسل الهجمة بس لقينا علي ماجرشي في نص الملعب كورة مقطوعة منه رجل طايح على الارض يعني يحتاج وقت على ما يقوم ممكن يكون مصاب ممكن يكون ما هو بقدر يرجع مع اللقطة والقادسية من بداية المباراة يلعب على الجهة اليسرة اللي فيها الاسباني مينا واللي فيها كاميرون كويرتس الاثنين كانوا يلعبون ناحية اليسار ويلعبون على المساحة اللي موجودة في ظهر علي مجرشي لانه رياض محرز ما يدافع الكورة قطعت من علي وش ودة علي في النص انا ما ادري بس الان صارت المساحة اللي وراك فاضية مين المفروض يلحق يغطي رياض محرز رياض محرز رياض محرز فعلياً لو ترجع تشوف اللقطة تشوف رياض محرز قاعد يمشي حرفياً يعني ما بذل اي جهة في مسألة ان يغطي ويحاول ان يغطي المساحة اللي تركها الزبير وبعد كده جيت العرضية وجيت منها ركات الجزاء وصار اللي صار بالنسبة للأهلي المشكلة المشكلة بالنسبة لي نفس اللي صار هنا وهنا وهنا انها مشكلة متكررة ولكن المدرب ما استطاع ان يوجدها حل هذي خلاني يفكر يخل اليوم موسى لعب كثير مع لاعبي المهاجمين والأجنحة يخلنا لعب فنانا ما ليخلقه دافع موجودة في الكرة وبكثرة يعني ان في لاعب ما عنده رغبة انه يكون يلتزم ذاك الالتزام الدفاعي انا افهم انه مبكلة الأجنحة سالم الدوسري ومالكوب في نوعية واحد زيت الاسكما يبي يدافع في واحد يبي يدافع بس يعني عنقولة يعني بس ما يضغط بشكل جيد بس هل اليوم تكلم عن المدربين كيف يتعاملون مع وجود لاعبين ما يحبون انهم يدافعون في فكرتين اليوم صايرة في الكورة هي ممكن اكثر رواجا تفرج على ارسنل مباراتهم قدام ستيا وكل مباراتهم الماضية تيمبر يلعب ناحية اليمين او قبلها بن وايت الاثنين قبل لا يجون الارسنل يلعبون سنترباك الظاهرة الايسر كلف يوري مع ايطاليا والموسم الماضي ممكن يكون افضل سنترباك في الدور الايطالي فيقولك انا علشان اتحمل ان عندي اجرحة مددافع انا بلعب في المركز هذا مركز الظاهرة بلعب واحد بقدرات دفاعية اكبر يام انه في الاصل قلب دفاع او انه ممكن يكون ضهير زي والكر بس انه عنده قدرة انه يلتزم دفاعيا بشكل اكبر فبالتالي حتى نحط في موجهة لاعب ضد لاعب يقدر انه ما يكون ممر سهل للمنافس الحل الثاني اللي يلجأ له بعض المدربين انه بدل ما يلعب اربع اثنين ثلاثة واحد ويلعب بمحورين واحد يبقى واحد يزيد فيصير دائما عندي واحد مطلوب منه ان يغطي المساحة دي كلها بالعرض ألعب بثلاثة لما تروح الكورة على اليمين وراء الرياض محرز انا عندي لاعب ثمانية ناحية اليمين خلاص انت تروح تغطي مع الظهير والاثنين دولة يرحلون ويصير عندي محورين وانت كما لو انك لاعب الجنح اللي قاعد يقوم بالجانب الدفاعي اللي قاعد يصير في الاهلي انه كنت لا انت قاعد تلعب اظهر مميزين في الجانب الدفاعي تكلم من عبدالله عمار العلي مجرشي ولا انت قاعد تلعب ثلاثة في وسط الملعب فبالتالي كيسي دائما يزيد ويبقى زيادة الجهن الوحدة وزيادة هو اللي راح ضغط بدل الرياض محرز لما راح ضغط الكشفة المساحة اللي موجودة خلينا نقول على قوس المنطقة الجزال ان حتى عودة كيسي كانت متأخرة هالمشكلة موجودة عندك من الموسم الماضي وانت قاعد تتفرج عليها وانت قاعد تسوي حل انا افهم اليوم عندك لاعب زي الرياض محرز تاريخه كلاعب اكبر من تاريخك انت كموديل وصعب انك تجي جلس الرياض محرز على الدك لانه ما هو قاعد يقوم بدور دفاعي بس حاولك تلاقي حلول تكتيكية ثانية زي انك مثلا ممكن لعب الظهير اليمين تلعب قلب دفاع بحيث ريان حامد او اي لاعب ممكن يقطيلك هذا المركز فما تصير مكشوف لكن تلعب الظهير بخصائص هجومية زي علي مجرسي او زي عبدالله الحمار تقول له اروح وزيد وادخل نص الملعب واعمل اوفرلاب من ورا الجناح ووصل ركنية فريق المنافس ثم اذا استقبلت هدف من المساحات الموجودة ورا محرز والموسم الماضي ورا ماكسيمان تجي بعد المباراة تقول والله هالي ثغرة مثلا موجودة عندنا ولا بنعالج الموضوع في المباراة الجاية فانا اعتقد انه في جانب ملامة كبير جدا عليه في كثير من الاخطاء الفنية اللي صارت مع الاهل ذا الموسم اللي هو صراحة خلني نقول كان لطيف بزيادة مع اللاعبين في انه ما يفرض قرارات صارمة حبيت مرة نبيول المباراة اللي راح تجلس تلسكا برا ولعب ثنين جناحين كلهم صغار كلهم عندهم التزام دفاعي شيء من زمان ما شفناه في الناصر جناحين عفوا عندهم التزام دفاعي مع لاعبي الأظهر اللي موجودين عندهم لأنه لعب ضد الوحدة وتكلم عن قدوين ناحية اليسار وحل مرعب بالنسبة للوحدة فلو تركته في المساحة اللي موجودة خلف سلطان الغنام بيأذيه كثير في المباراة ولكن الرجل جلس يتفرج على كل المشاكل الفنية اللي موجودة في الفريق تشوف حتى تركيبة الفريق فرمينيو، فراسي بريكان، رياض محرز إيفان توني في فريق واحد كثير مرة واللي بيدفع ثمنها دائما هم المساكين اللي موجودة أحسي مساكين أحسي ما يتذكر بب قوردين لما جاء عفوا، كلوب لما جاء يجيب لاعب ضهير أيسر قال لأيرغراهام جيب لي لاعب ضهير أبغاه هجومه دفاعي قال ما يهمني جيب لي واحد فنان هجومي أبغاه جاب روبرتسل كان سيئ دفاعيا، فريق فولهم كان أكثر نادي استقبال الأهداف من الجانب الأيسر من عنده قال ما عليك أنا بحل هذا المشكلة وحلها بلاعب الثمانية يغطي وراه وصار برسلو أرنولد هم اللاعبين اللي أعلى أسس أصدقى ذلك الفريق اللي في فاربول كان نجوم الموسم هم الثلاثة اللي قدام والظهيرين الثلاثة اللي في النص مع السناتر هدولة عليهم الشغل الدفاعي الثلاثة اللي قدام مع الظهيرين هم اللي عليهم الشغل الهجومي وفي فكرة ثانية أنك ترجع المهاجم ويغطي مع اللاعب الجناح اللي ما يدافع زي صلاح مثلا ما يرجع يغطي فلاعب المهاجم كل عنده دورين الدور دفاعي يغطي وراه صلاح وصلاح يصير هو المهاجم وهو العكس ولكن اللي صاير أنا بالنسبة لي مع الأهلي أنا من الناس اللي كنت صراحة مؤيد كثير يلي اسلي ولا زلت شوفني اسلي يعني أوكي يتحمل جانب ملامة ولكن الملامة الأكبر لو بتكلمني أنا أنا عندي رمثلث هرب في إدارة في مدرب في لائبين لما يكون الإدارة عندها الكثير من القرارات الغريبة على مسألة التعاطي مع المركاتو أنا كذا أوقف وأطرح تساؤلات كثيرة تكلم عن نافذة الانتقالات الشتوية ولا صفقة الصيفية الماضية صفقة وحدة بس خليك من لاعب موليد أنه ما يلعب أساسي بس صفقة وحدة لاعب موليد لو سألت ياسلي ومساعدي ياسلي والحق الإحصاء اللي فيه لدي الأهلي والمعامل الغرف الملابس وأي واحد تقول له بمشي مكسيمان الجناح اللي عندي اللي كان حل كبير جداً وبجيب بداله مهاجم بس ترى ما راح أجيبك لعب جناح تقولت لا خلي عندي مكسيمان كجناح وأنا عندي فراس وعندي فرمينو وقديني يغطون هذه الخانة أو المهاجم بس أنك تسحب لعب جناح وتمشي ثم بعدها تجيب لعب مهاجم زي ابن توني بلين تضطر تودي فراس عليه صار بعدين أطالب أن أتزري هاسلي كان مرة واضح في الموت من الصاحب قال أنا طلب أسماء كثيرة على مستوى اللاعبي بس ما أحد لبى ليها وواضح جداً حتى على صعيد اللعيب المحليين كانت خسرت العديد من اللعيب المحليين اللي كانوا مفروض يفرقون معك أو حتى على مستوى استقناباتك لهم فهذا سيخليني يعني جانب بعذر ليسلي لأنه على قراتهم ليلة ومن النجارة داءت الخشب النجار في النهاية عنده منتج قدامه جالسة تعمل معه وتعطى معه كان المنتج هذا أو اللاعب هذا كوالثي عالي بفيه دنينك همدرر بس لو بيكون سيئ بس حال بيصنع الشكوك وهذا الشي العام بمرتدة قلت لك أنه في مشاكل بين إدارة التنفيذية الإنجليز والألمان اللي هو ياسلي وطاقمة كاملة لأنه ما في تواثق بينهم يعني الألمان والإنجليز أصلاً تاريخياً مهم مهم على وفاق وما ذلك على مستوى الرياضي يعني هذول هي أفكار ولو تلاحظ حتى على مستوى الداخل النادي الأهلي من الداخل تشوف أنه ذولي بتحديل عنده يعني حتى في الخطاب في الكلام ما في تواصل تواصلك هذا يكون يعني قليل جداً أعتقد أنه فيه جانب كبير جداً على الإدارة وعلى اللاعبين برضو ياسلي يتحمل جزء من هذا الأخطاء أنا مؤيد لكلامكم كثير كنت من أكثر المؤيدين البقاء ياسلى الموسم الماضي حقق مركز الثالث يخو منه توصاعد يعني ظروف صعبة جداً حادثت للأهلي ولكن زي ما تكلمت في حقات سابقة عن كاسترو الحديث عن ياسلى يعني كاسترو حقق نقاط كبيرة جداً في الموسم الماضي لو حطيته في أي دوري في الموسم سابقة خاضت دوري ولكن منافسه هلال صعب جداً حقق نقاط عالية جداً كذلك ياسلى ولكن وصل مرحلة كاسترو أنك لازم تقيله صح وصل مرحلة نفسياً مع اللاعبين لازم تقيله كذلك ياسلى الحديث الذي ينطبق على كاسترو وينطبق على ياسلى أيضاً الجانب البدني الأهلي صراحة جداً سيء وهذا أرجع أقول ياسلى يا بسؤول أنه لأنه كنت لما تيجي تحضر الفريق لازم تحضر طاقم فني على مستوى عالي لازم يكون مدرب اللياقة اللي معك على مستوى خسوس الآن يعتمد على طاقم فني على مستوى عالي جداً وهذا اللي هي حدوث الفارق في أرض الملعب أنا مدرب اللياقة اللي مع خسوس مدرب برتغالي كان معنا مع باتشيكو في 2014 لما وصل عندنا قالوا أفضل مدرب لياقي في البرتغال مدرب كبير جداً كيف اسمك؟ نسيت اسمه ولا ضيعت اسمه خلاص يجيبها ممتاز جداً ممتاز جداً أنا بجيبك صورته كان مع باتشيكو معظم نصطاف الآن جامع خسوس فأحدث الفارق بالهلال الهلال بدنياً قوي جداً إلى آخر دقيقة يلعب أي لاعب يعود من إصابتك أو جاهز بدنياً بعكس الأهل اللي يشوف محرز حتى في زيادة بالوزن أيضاً جانب الدفاعي اللاعب إذا ما عنده لاقة ما يقدر يدافع في مشاكل كبيرة بالأهل اللي ما ودنا نطيل فيها الحديث كذلك مركز فيرمنه صراحة غير مناسب جداً بهذا العمر أتكلم أن تفرمنه لما كان في الأفربول كان مهاجم وهمي صحيح عنده أطراف السراء صحيح أعماني وصراحي يسجلون صحيح ويخدمون عليه الآن أعتقد أن مركز صانع اللاعب يحتاج أنه لاعب أفضل من فرمنه كذلك أربع لاعبين لا يدافعون تكلم عن محرز توني فرمنه وفراس ممقصر بكل أماناً اللي كان تمنى أن يشوف فراس في مركز المهاجم ولكن معدم المسؤول على الاستقطابات في الأهلي هل هو المدير هل هو هل هو الياسلة هل هو مدير رياضي الكلام الغريب هذا كله أنه الشيء اللي خليني يصدق ألوم الإدارة أنه أنت جبت إيفان توني بأربعين مليون وراتب عشرين مليون لمدة أربع سنوات أو ثلاث سنوات مانية على برطة يعني توتل مبلغ وتأخذه كامل بيطلع لك فرينجل مئة مليون كصفقة للاعب مهاجم وانت في ذيك اللحظة في ذاك اليوم كنت تفاوض فكتور أوسمين بثمانين مليون كصفقة أو سبعين مليون زائد عشرة مكافآت زائد راتب أربعين مليون يعني ضعف قيمة إيفان توني يعني عندك فلوس؟ ولا ما طلعت ولا وينها؟ هذا الشيء اللي أنا صدقي خلينا ألوم الإدارة لأنه غير معقول أنك تتعامل مع أحد المخدم وعالي أنه تعاقد مع مهاجم وليس جناح أنا في ظني أنه تمهيد لي أنه في راسه ممكن يطلع خلال الفترة الجاية يلحق سعود عبد الحميد يكون عنده تجربة قالها خالد العيسى أي خارجية لأنه مو منطق نك تستغني عن جناح وتجيب مهاجم اللي إذا كان أصل المهاجم اللي عندك أنت تستغني عنه في الفترة الجاية لكن أبواليد كلاعب كلاعب سعودي تحديداً لو أنت موجود في فريق زي الأهلي وزميلك في الملعب مهما كان فنان مهما كان حريف زي الرياض محرز ينزل ويلعب وزن زايد وعنده هذي كل المشاكل الدفاعية ما بيأثر فيك صحيح ما بيوجعك أنه قاعد يحظى بكل هذه الرفاهية وأنت مطلوب منك أنك لازم تلتزم صحيح هذا دور المدرب وكل أمانه ولو كنت في الملعب ممكن ما أرضى عاجز مع المدرب نتكلم عن بعض لأنه في قاعدة في كرة القدم لازم الظهير والجنع يكون فيه اتفاقية بينهم وفيه تفاهم بينهم الجانب الهجوم هو الجانب الدفاعي نتكلم عن المجرى ومحرز لازم فيه تواصل بينهم فيه اجتماع خاص برفض الملابس متى أنا أغطيك ومتى أنت تغطيني متى أنا أطلب من الداخل متى أنت أطلب على الخارج الوحيد الذي مخوله أن يرتاح في الجانب الدفاعي المهاجم هذا العرفناه وحتى المهاجم في الكرة الحديثة لازم يدافع لازم يدافع كرة الحديث فيه مدربين أذكر كانوا يقولون لي كلما كانت تلعب مهاجم كانوا يقولون لي يخذني فاس في الجانب الدفاعي ولكن كنت مركزك بين السناتر بحيث أنك تستعيد مفاسك لما تجيك للكرة تكون جاهز بدنياً أنك تحافظ على كورتك أنك تهاجم مرتدة أما الأطراف عرفناه من عرف أن الكورت تقدم لازم أن يساعد ظهيره الهلال هو سالم الدوسر أفضل لاعب سعودي أفضل لاعب أسيوي شوف كيف يغطي ظهيره كيف يغطي لودي كذلك ما لكم كيف يغطي كنسله لو ما يغطون كانت في مشاكل كثيرة تظهر به لازم رغم أن كنسله أفضل ظهير بالعالم ولكن عنده مشاكل دفاعية ما تظهر لأن الوسط جالس يغطيه ويدافع عنه لابس أنها محبط أنا أتوقع أنها محبطة بشكل كبير والأهلي لازم أن يفكر في مسألة المدرب لأنني أعتقد أننا اليوم في مرحلة قرار منه المدرب أنه يسلب يمشي هذا خلاص واضح أنه قراره تخذ ويصير للفترة الجاية لابد أنه يعالج هذه المشكلة لأنه اللاعب تكلم عنه أنت تشتغل معه 25 لاعب الفريق موب كله اللاعبين الأساسيين اللي أنت تعتمد عليهم اللي يمكن أن يساهم لك 20-30 هدف في الموسم الأهلي لثاني موسم يخرج في كأس الملك في مباراة أمام نادي أقل منه في الإمكانيات العام الماضي أمام أبهو السنة هذه أمام الجندل مع أنهم يستحقون قياسنا بل يقدموه في أرض الملعب يستحقونهم بفزون لكن اللي وصلك إلى نتيجة أنك أنت تخسر واحدة من الأسباب وليس كل الأسباب أن اللاعبين اللي موجودين على الدكة اللي أنت بتعتمد عليهم في المباراة هم غير راضين يشعرون بالظلم يشعرون أنه أنا حرام نجلس على الدكة واللي قاعد يلعب مكاني يسحب رجليه يجي التمرين متأخر وزنه زايد فبالتاني لما أنت تحتاجيني في المباراة أنا ما راح أعطيك يعني لاحظوا أن الأهل يتكلم اليوم أنه عنده نقص في مركز الجناح وهو لي تعاقد مع سميحان النابت وش كان سميحان مع التعاون تعاقد مع فهد الرشيد وفهد الرشيدة كان متألق مع التعاون وطلع من عنده الموسم الماضي جال السنة كاملة على الدكة هيثم عسيري واحد من أبرز المواهب اللي ممكن تغطي لك مركز الجناح صانعلي منع وليسار مو معقول أن الثلاثة كلهم فشلوا واحد من أهم أسباب فشله من اللاعب ما يشعر بالعدل ما يشعر أني أنا لما أنزل أبعطي الفريق دفاعياً هجومياً كل ما لدي المدرب يثق فيني لأني أنا قاعد أشوف أني فضل واحد أنا أفضل منه على الأقل أنا أجي التمرين على وقته وهذا ينزل التمرين بعد ثلاثين دقيقة ونعرف أن الشيء هذا صار في الأهلي أنه مرات كثيرة جداً فيه لاعبين في الأهلي يتأخرون عن التمرين بس المدرب ما بقادر يتعامل معهم تحتاج المدرب القادم رقم واحد قبل أن تحكيلي عن دهاء التكتيكي ولا الطاقم البدني ولا لا بد أن يعدل بين اللاعبين لأنه إذا ما صار هذا موجود أنا أعرف جيداً أني اللاعب السعودي وسأعرف البوليد أنت لعبت حقاً لكثير من اللاعبين أنا أبو المدرب أجمال لما تحس أنك في المنظومة ذي أنت الطرف الأضعف وما حد قاعد يقدرك وما حد قاعد خليناً نقول يعدل ما بين اللاعبين بالتالي لما نحتاجك وناديك من الدكة ونزلك فيه شيء في خاطرك فيه شيء في نفسك ما رح تعطيه زي اللاعب اللي نازل وراضي يبقى يساعد الفريق صحيح يعني طبعاً دائماً عند اللاعبين قياس أول ما يجي المدرب يشوف كيف عقلية المدرب كيف فكره كيف سلوبه هل هو يلاعب الحق ولا يلاعب على قيمة سوقية ولا يلاعب المحترف على المحلي دائماً نعرف هذا الشيء بعض المدربين كبار ما تهمهم الأسماء ما تهمهم صغير أو كبير محترف أو سعودي هنا تحرق نفسك في التمرين تكون جاهز لأي فرصة خمس دقائق تثبت نفسك أما المدربين اللي ما يعدلون ما يلعبون الحق ما يستهلون ما يقلون في النادي بكل أمانة لأن اللاعب يصل إلى إحباط أني مهما سويت في التمرين ما رح ألعب تشكيله معروفة والتغييرات معروفة لذلك رأي حراسي من الحين أدور للنادي ولا أنت ظلين ما يقولون النادي عشان كذا دائماً تحدث صدمة بعد إقالة كل مدرب أول مباراة لا ما هي مقياس زي ما صار مع النصر مع بيولي اللي فيه تغيير ولكن صدمة نفسية كل لاعب يبيعطي كل ما عنده هذا بوشل اللي جالسي الظاهيري صار يلعب يعطي كل ما عنده لياقياً بدنياً دفاعياً هجومياً رغم أنه ما يلعب خاند صحيح مع كاسترو كان يلعب يمين وكان يمشي لأنه ما يبي كاسترو لأنه يدر أنه لعبه للضرورة فاللاعبين عندهم قياس هذا الشي وزي ما قلت نتيش عرب الأحباط لازم المدرب يكون بالأول عادل اللي حقه اللي لا كل حلقة بودكاست تسمعها تسمعها بأفضل تجربة تجربة مختلفة واجتماعية تجمع أصدقائك والناس اللي شبهونك تقدر تصف حلقاتك اللي تسمعها في طابور منظم ولو ما تسمع موسيقى عندنا زر سحر يلغيها كلياً تقدر تعلق على أي حلقة وتشارك رأيك مع صناعها والناس اللي بتعبك بالإضافة لقوائم توافق اهتمامك ومزاجك في أي وقت ومكان لأفضل تجربة استماع حمل تطبيق راديو ثمانية طالياً صحة السيريكس في بيسم يقول لا تخل بالنظام النظام سويته مش عليك لو سويت بس فوارق بين لاعب ولاعب أنت هدمت كل شي بنايته لو موسيقى موسيقى ثلاث موسيقى نستنظر نحن كمتابعين قيمة تسعين دقيقة بس ترى الناس دولة كل يوم يتواجههم في النادي عدد معين من الساعات يتمرنون مع بعض سافرون مع بعض فلما تكون البيئة داخل النادي أصلاً غير مريحة واللعيبة يشعرون أنه وارق بالفوارق هذه خلاص أنت الآن فقدت مسمى أنك أنت فريق أنت مجموعة من اللاعبين لكنك ما أنت فريق فلا رح تهاجم كفريق ولا رح تدافع كفريق ولا رح يكون عندك غيرة على الشعار كفريق بصير عندك أفراد وأنك تقولها في حلقة سابقة أسوأ شيء ممكن يصير للأهلي أن اللاعبين اللي قاعدين يحترقون لأجل النادي زي إبانيس أنه مع الوقت يبدأ يصاب بالإحباط ويسلم أنه خلاص الأمور خرجت عن السيطرة وهنا أنت بتروح في سكة مختلفة تماماً لكن خلينا نروح لفريق الثاني اللي سوى تغيير ولو غير الأهلي بصراحة بيكون صادم وتكلم عن بعد خمس جولات فريقين من الأندية صندوق الأربعة غيرت مدير بيها اللي غير خلال الفترة السابقة هو النصر مع بيولي ولعلا كان جريء جداً لأنه جلس تلسكا خارج القائمة طبعاً دا كان زي دا كان زي طبعاً وفقه ما يتداول يعني خلينا نقول كخبار صحفية أنه قرار فأني ما في أي صابة أو مشكلة عند اللاعب وأعتمد على ويسلي وأنجيلو الاثنين الصغر كلاعب أجنحة ولعب سادي وماني تحت المهاجم فصار عنده ثلاثة تحت كريستيان ورونالدو ممكن يكونون أفضل في عملية الضغط ماني أنا ما أشوفه كجناح يلتزم بشكل دفاعي كبير مع الظهير لكن لما تحطه تحت المهاجم ويعمل في عملية الضغط العالي هو يقود عملية الضغط ممكن يأدي لك هذا الدور بشكل بشكل جيد لكن كانت مباراة جيدة للنصر وكان مهم جداً بالنسبة لي أنك تبدأ تشوف أن المدرب يعطي مؤشرات اللاعبين اني أنا موجود وأن كثير من الأشياء اللي أنتم عتدتم عليها في الفترة السابقة تتغير معي كثير من اللاعبين اللي كانوا ضامنين مراكزهم اللي كانوا اعتقدون لأن ما في أحد رح يمس فيهم داخل الملعب لا أنا رح أغير فأعتقد أنه هذا التغير فكرة أنه يعتمد على جناحين عندهم التزام دفاعي ترى ليس بالضرورة نكونون ووسلي وأنجيله في كل مباراة ممكن يكون عبد الرحمن غريب ممكن يكون أي من يحيا ممكن يكون أي لاعب ثاني لكن بالنسبة للاعب ما يدافع توقع أنه بالنسبة لبيولي أعطى مؤشر اللاعبين وهذا تغير مهم جداً بيصير خلال الفترة الجاية وأعتقد أنه بشكل عام مباراة كانت مرضية هو صراحة تغير جريء جداً أنك كمشي طلع يعني سكافل المباراة تقريباً الثانية والثالثة من هذا الموسم زائد أنك ستمد على ثنين يعني شبان صغار في تجربة جديدة ثقافة جديدة مكان جديد وأنا هنا أقصد من اللاعبين أستار دائماً البرازيليين حتى على مستوى العمق التكتيكي الانضباط التكتيكي مهم ذاك اللذل العالي فالرهان عليهم رهان جداً خلنا نقول لك جريء حتى في المستقبل خصوصاً المباراة التي تكون معندي أقوى أوكي اللاعب عندهم مجهود بدني جداً عالي مهارة فردية عالية عندهم حلول رائعة جداً سريعين فنانيين والله ما شاء الله تبارك الله بس اللي حسيته أنه حتى سلطان الغنام الأدوار اللي كان يأخذها تشبه الأدوار اللي كان كاستروم يعطيه الموسم الماضي بداية الموسم مما كان يعطيه حرية قدام يدخل في الهاف سبيس يغطي بتلاث لاعبين نفس الأدوار اللي كان يعطيها بيولي في الميلان هي نفس اللي يعطيها الآن سلطان الغنام والجاز يقدم صراحة موسم رائع على مستوى المساهمات التحديفية ممكن حتى لاحظتنا ما أعرف صراحة هل كان ماني لأصانع لعب أو كان أشبه بمهاجم ثاني رنادي حسيت أنه يسار وماني حسيت أنه يمين رنادي حسيت أنه بعيد شوي يلعب لون تو يفتح زملاء حسيت أنه شوي أقرب لكون اللاعب جماعي خلف الكرة أكثر من كون قدام الكرة في العادة فهل التغيير هذا هذا بيكون إيجابي للنصر على مستوى قدرة رونالدو بدنية في المستقبل هذه كلها توقع في ظني أن بيولوجياس يحاول يخلق نسخة تشبه نسخته أبراحي مفتش في الميلان رونالدو في النصر لكن هل رونالدو قادر أنه يعطي في هذه النسخة بلذل أو مستوى عالي بحكم أنه يأخذ صراعات أو بصري عليه صراعات ثناعية كثير ممكن تضره وتأدي الإصابات برضو الرهان على الأجنح البرازيلية الصغار هل بيكون رهان ناجح على مستوى لندي الكبير أتكلم عن اللاعب شاب لسه ارتباك خوف يعني حتى في المستوى التزام الدفاعي أوكي هم يعطونك ولكن أكيد بيولوجياس يجرب وبيضي طل يجرب وبيجرب لأنني أعتقد المتقييم بيول لهذا الموسم بيكون تقييم ظالم يعني أنا مع المدرب اللي يجيك في الصيف ويأخذ الفريق ويتعلم فيه ويشوفه ويبني حتى القدر البدنية اللاعبين عنده عشان يكون تقييم الله عادل ما أعظمك أحطك في نصف الموسم في لعيب المعينين في ظروف معينة في استوائشن معين فأقول لك الله هذا أنت لا عطني ظروف وهيئ لي المنظومة وهيئ لي الفلك كامل وبعدها يكون الحكم شوي منطني صحيح طبعاً أغلب المدربين أول ما يصلون يضحي بحداً للنجوم الكبار أو يجلسوا عدك درس له عبر الغيرة إن مهما كان اسمك إذا ما تدافع راح تجلس احتياط الشيء الثاني طبعاً صعب الحكم على بيولي لسه مبكراً الحكم عليه ولكن فيه تغيرات في كل أمان جلسة نشوفك ورحنا فيه تغيرات بالنصر أول شيء النصر ما قابل مبارتين هداف صح معنا تفيه التزام دفاعي بعكس مع كاستر آخر أربع مبارات شوفنا تغير من ناحية طريقة اللعب طبعاً أربعة ثنين ثلاثة واحدة طريقة بيولي ولكن مع ماني وكريستيانو تكون ممكن أربعة أربعة ثنين ماني حيانا يزيد مع كريستيانو حيانا يزيد تحت المهاجم في حالة دفاعية شوفنا الأطراف أو الأظهرة بالتعديد الحرية أكثر إذا معك واحد يدافع أنت تجيك للجر أنك تاجم صح شوفنا سالم النجي يسجل هدف بعد ما زاد نفس السنوف الهدف الأخير لما سالم أعطاه الباص شوفنا زي ما ما صار مع بين ماني وبين سالم النجني في تغير كثير في تغير كبير أيضاً أضف إلى ذلك زي ما ذكرت أبو علي أنه جالس يغير ويعطي اللاعبين رسائل أني أنا ترى بعطي فرصة للجميع على حق يلعب على أجهز يلعب شوفنا التغيرات بعد بعد ما دي قدم يغير ممكن أربع إلى خمس لاعبين شوفنا غريب ينزل بوشل ينزل أكثر من اللاعب ينزل وأعتقد النصر رح يكون أفضل بعد عودة بروزوفيتش لأن بروزوفيتش صراحة يساعد أي فريق في قاعدة بكرة خدم يقولك إذا احترت من الأفضل بالفريق يعرف المدرب كويس وإذا احترت من الأسوأ بالفريق يعرف المدرب سيئ وهذا اللي صار بكل أمانة بوجود كاسرو بوجود ياسلا بالأهلي من السيئ الأغلبية سيئة بالأهلي الأغلبية باستثناء كيسة من الكويس ما فيها الهلال من الممتاز تقول أغلب اللاعبي لأنه مدر لأنه فيه منهج شاللاعب حط لاعب كذلك في ماشستر ستي كورديولا شاللاعب حطي لاعب لذلك تغيرت العناصر المنهج يمشي الانضباط يمشي التزام بالدفاع الهجومية ما رأيك في الآن نتكلم أنه الآن التغيير اللي بيصير الفترة الجاية إذا كمل عليه كاستر اللي هو بيولي نقطة أنه يبيج عندها الالتزام الدفاعي فبالتالي أنت ممكن ضحي وغالباً بضحي بتالسكة أو ممكن يلعب تالسكة تحت المهاجم لكن أنا أعتقد أنه أنت لما تغير أصلاً إلى 4, 2, 3, 1 معنات أنت فككت ثلاثية أوتافيو روزوفيتش عبدالله الخيبري فأنا أعتقد أنه اللي بيدفع الثمن ممكن في الفترة الجاية أو ممكن يفقد مكانه كلاعب أساسي هو عبدالله الخيبري لكن السؤال هو هل الشكل اللي إحنا شفناه من أوتافيو في المباريات اللي راحت كلاعب متأخر لاعب يبني لعب من مناطق متأخرة جداً هذا التوظيف مناسب بالنسبة له لأن مع كاستر ويذكر في المباريات كثيرة مع النصر كان هو خط الضغط الأول بالنسبة للنصر صحيح كان يلعب ثلاثة في الوسط وكان دائماً هو أكثر لاعب يزيد مع كريستيانو وكان بأمانة إضافة داخل منطقة الجزاس تقبل الكرات العرضية زيادة داخل البوكس كان جداً ممتاز أنا لو أنا مدرب يخي هو كويس هنا هو كويس هنا هو ممتاز في الثنتين بس وين تشوف أن النصر بيحتاج لفترة الجاية أكثر كلاعب يساهم في البناء ولا كلاعب ممكن يكون هو اللي يلعب تحت كريستيانو ويكون عبدالله الخيبري وبروزفيتش هم اللي شكلون ثنائية سنائية أنا أعتقد أن بروزفيتش مع أوتافيو قدامهم ماني إلا إذا حدث مثلاً خسارة أو شيء رح يتغير ممكن طريقة اللعب لأن شايفين ماني يتحسن أداءه أكثر وأكثر شايفين أوتافيو مع عبدالله خيبري في ثنائية ولكن وجود بروزفيتش رح تظهر ثنية أكثر وأكثر زي ما ذكرت أوتافيو كان مميز مع كاسترو وانظلم كثير لأنه كان الفريق سيء كان مميز جداً عملية الضغط عملية صناعة اللعب عملية تسجيل أهداف ولكن إذا كانت المنظومة كلها سيئة مع الوقت رح زي ما قلت عني بانيس مع الوقت رح تقل مع أن ما جاء ما حسن أوتافيو جاء نوبة تحباط يعني دائما الفرق الكبيرة الفرق العظيم الكبير اللي متحق بطولات يظلم اللاعب المميز فيها يعني ما يكون تقييم له عادل مع نهاية الموسم بس في أتافيو الرجل لعب جناح لعب صان اللعب لعب مهاجم ثاني لعب محور ثمانية لعب محور ستة كل مكان تحطمه دافع حارس مرمى لعب يطيك بلفل أو مستوى ثابت ما تحسن أنه تغير مكانه أو مركزه في المرة الثانية نفس المستوى نفس الأداة نفس المجهود نفس الرغبة نفس الطموح تحسن أنه عنده غيرة على اكتشارة النصر كما لو أنه مولود في يطويك حي يطويك النصر جنب الملعب تربناك وتعلمناك ودرسناك لأنه تشعر أنه عنده غيرة على الفريق زائد أنه لعب يعني أنا من اللعب اللي أحبهم ليش لأنه قوي جدا على كورته إضافة إلى ذلك يضغط المنافس يضغط الخصم يحاول يشتت أو يضغط على الحاكم يشتت حتى تفكير المنافس فأعتقد أنه واحدة من أفضل وأعظم الصفقات لأنه عند النصر الموصل الماضي ومع ذلك ما أخذ قدر كافي من المديح والثنى تعرف يعني بحكم النصر ما فاز أو تغيير المدربين الخساجة ستتصير عوام المؤثر نفسي كلام تلع على بروزوفيتش بروزوفيتش في مركز اللاعب الثمانية أنا في الانتر مجربة خمس سنوات ما كان ذلك اللاعب ذو الإضافة العالية بس رجعي ستة خليه غطي لمساحة الواسعة خليه يعطيني التمريرات السحرية حقته بيكون حل مرعب بس السؤال وين السؤال ده عندك ثلاثة لعبة وسط ماني روزوفيتش وتافيو يمين وسهل برازيليين زائد مهاجم رونالدو ثنين سنوات لأجانب لما تكفلت على الأجانب من اللاعب اللاعب يكون ضحية الآن توقع أنه غالبا ممكن واحد من الأجن هيلعب مكانه بغريبة أو أي من يبحث طبعا هو طبعا من أن ما كان ذاكورة معك راح تدافع قليل ما راح تدافع تدافع على الكورة زي ما نقول يعني مثلا اه تدافع معك الكورة اي تدافع معك الكورة أنا أتكلم منه لو بوجود برازوفيتش راح يكون النص المستحوذ أكثر على الكورة زي ما يحدث بالهلال زي ما يحدث بالهلال حنا قلنا نفوز والسافيتش صعب يلعبون مع بعض يعني كلهم ما هم محاور دفاعيين يعني زي ما نقول دفاعيين لا بعد الحدود صعب أو مية بالمية مشكلة النص بوجود عبدالله خيبر ونفقد الكورة كثير صح لذلك النص يدافع كثير لذلك الدفاعي ينكشف بوجود برازوفيتش وغتافي ورح النص يستحوذ أكثر يستحوذ أكثر يكون الكورة معك دائما دائما الكورة معك ورح تسجل أكثر عدد من الهدف أنا أعتقد أنه مشكلة عبدالله خيبر ممكن قلناه عن سالم خلال الفترة الماضية أنا بالنسبة لي أكثر نقطة أنا أقدر سالم الدوزري عليها أن الدوري تصاعد بالرتب ترمو ضروري أن كل اللاعبين بيتصاعدون مع الرتم هذا في مرحلة معينة في لاعب يقولك والله أنت رايح للمستوى الله أعلم قاعد تلعب كرة قدم أنا ما أقدر صراحاً يساعدك فيها وأنا أعتقد أن هذه مشكلة عبدالله خيبر مع النصر ولاعب ستة في فريق آخر غير النصر ممكن يلعب أساسي ويكون مهم ويرح يلعب منتخب وطني وما عنده أي مشكلة لكن بالنسبة لنادي زي النصر يبغي ينافس على كل شيء يبغي ينافس الهلال تحديداً وتتقارن مع الفريق اللي قاعدة تنافسها عنده واحد سيرو بالنفيس لا تحتاج أنك تعطيني مستوى خصاص أعلى من اللي موجودة عندك أقرأ مباراة يلعبها عبدالله الخيبري أو إذا حبيت ترجع لمباراة سابقة ركز على عبدالله الخيبري لما تكون الكورة مع خط دفاع النصر أي لاعب سنترباك ولا لاعب ظهير أنا أحب المحور اللي يفتح لي خط تمرير يعني أنا الكورة معي وجاء هذا ضغط علي تحرك في ظهرة أخلق لي مسار تمرير أعطيك الكورة ونطلع كلنا بعد كذا ركز على عبدالله الخيبري في النقطة قليل ما يعطي يفتح لزملاء خط تمرير يحاول أن يأمن نفسه في وسط الملعب لأنه لا تعطيني كورة لأن النقطة اللي قلتها يا بوليد اللي يخسر أو يفقد كورات بشكل كبير جدا فلا تعطيني كورة في أكثر منطقة مزدحمة في الملعب اللي هي عمق الملعب أنا مهدد أن يفقدها فبعد ذلك ممكن الكورة ترجع علينا مرة ثانية لما يستلم الكورة غالبا عبدالله الخيبري يمررها الأقرب زميل بينما بتلاحظ أن اللاعب المحور الخلاق دائما أما حيمررها عميقة بين الخطوط يكسر لك خط خطين من خطوط ضغط المنافس أو ممكن يعمل لك تغيير اللعب من جانب إلى جانب يطلع الظهير في موقف هجومي بعد كده ممكن يلعب العرضية وتتسجل النقطتين كلها مرتبطة بشغلة واحدة ثقة بالنفس والجراء أنا واثق من نفسي إذا استلمت الكورة حتى تحت الضغط بعرف أطلع فيها وأنا واثق من نفسي وعندي الجر أني لما أعمل تمرير اللي بين الخطوط أو القطرية اللي بيطلع فيها الظهير في موقف جدا وممتاز أنا عندي الثقة أني بوصل الكورة صح وأنا أعتقد أن عبدالله عنده مشكلة كبيرة جدا في النقطتين هذه اللي هي مسألة الجراء والثقة اللي موجودة عنده فبالتالي بهذا الشكل اللي هو قاعد يلعب فيه في مركز اليوم في الكورة صار يصنع فارق كبير جدا الآن كل الناس قاعدة تتكلم أنه موسم الستي بيتغير بعد يصابة رويت مع أنه في الكورة زمان كان لعب الستة ولاعب بأدوار دفاعية بحتة بينما اليوم بيأثر على شكل الفريق بشكل كامل النصراويين يريدون لاعب في هذا المركز بشخصية أقوى مهارة أعلى قدرة على التأثير في رتم المباراة والتحكم بالرتم المباراة كلها شيء عبداللخيبري ما يكتر يعطيك ياه وليس يعني نحن ما نتكلم هنا أنه قاعدين ننتقص من عبدالله بس الدور والمرحلة تتطلب شي مختلف زي أنك تكون مثلا الظهير ما عندك أي مشاكل دفاعية بس جاء مدرب يبين بني سلوب لعب على أن الظهير يصنع له ثمانية عشر هداف في الموسم شكرا جزيلا أنا ما قدر أعطك ثمانية عشر هداف تقدر تدوره على واحد ثاني غيري بس تربي ينكبك وراء في الجانب الدفاعي فهي مسألة موازنة ولكن أعتقد أنه في المرحلة هذه تحديدا الشيء اللي قاعد يبحث عن النصر في لاعب الستة ما هو موجود عند عبدالله الخيبري ولا موجود عند علي الحسن ولا هو موجود حتى عند مختار اللي بعض النصرويين نعتقدون ممكن يكون خيار بديل فبالتالي الحل أنه ممكن تفكر في ثنائية بروزوفيتش وتافيو صحيح صحيح تكلم أنت عن أهم مركز في الفريق والمحور هو توازن الفريق شفنا رودري ينصاب خرج مبارة ترسل جاء بادة في المحور مبارة الماضية تعثر بالتعادل الأهلي كذلك كي سيزيد عنده مشكلة في المحور صحيح الهلال تحسن سنوات سابقة لما جاي رودري رادوي رادوي أخي عقلك رودري لا رادوي لأننا من أميز اللاعبين لعب ضدهم صراحة رادوي كان يعجبني كثير يعني إذا كان المحور مكسب بين جانب دفاعي وجانب هجوم زي كانت الآن في الاتحاد صراحة هذا محور جبار جدا يلعب أكبر الفرق بالعالم شوف هنا كانت يلعب فيه منطقة فرنسا رغم أن في الدور السعويدة الناس تنقص منه إلا أن يلعب لأنه يملك صفتين دفاعية وهجومية مهم جدا أنك أنت كفريق تعرف وش إمكانياتك هل أنت فريق تقبل لعب كثير دافع كثير تحتاج عبدالله خيبري يدافع لك أم أنت تستحوذ تسجل تبعث بطولات تحتاج بروزفش في كل أمانة هذه نقطة أعتقدين بي أيضا أيضا لازم لا ننسى بوه عالي أنا كنت السنة هذه استثمرت في قلب دفاعه حارس وبالتالي عادة المدربين لما يكون واثق من ثنين السناتر والحارس يقولك خليني أهاجم خليني أضغط ولو استقبلت أو قدر أن يكسر خط الضغط حقي وبعد ذلك تتحول إلى هاجم أنا عندي ناس تشيلني وراء يعني الهلال اللي قاعدين نتكلم عنه بكل الإيجابيات اللي موجودة فيه واحد من أميز اللاعبين الموسم الماضي ياسين بونو ليش لأن يشيل كور كثير ليش لأن يواجه المهاجم كثير لأن سلوب اللعب اللي يلقائم على أنه أنا جري وأنا بضغط وبطلع القدام وممكن استقبل بعد ذلك اللعب فبالتالي أنا واثق في حارس وواثق في مدافعيني المدربين يفكر فيه بهذا الشكل أنا لما أجيب مدافع زيسي مكان أبغريد على علي إلى جامي لما أجيب حارس مرمزي بنته أبغريد على نوافر عقيدي طب خليني يستقبل هجمات خليني يستغني عبدالله الخيبري خليني يلعب ثنائية بروزوفتش وتافيو ولو هجمتين ثلاثة زيادة عليه في كل مباراة أنا عندي عناصر أثقلية في الخط الخلفي اللي ممكن تخلص الأمور فتوقع المدربين حتى يخطونا بالموازنة هذه بالطبط أنا إشارة كلامك يا مو وبلو ليد لما قلت أنه لاعب المحور لأنك خاصتين دفاعي وهجوم ترى هذولي أقل اللعبة في العالم الآن تكلم كايسي ديو في تشلسي إنزو في برضو تشلسي في الراديس كم لاعب كم لاعب كم لاعب كم لاعب أغلى واحد في تركيبة بوسط ريال مدريد كم لاعب بالضبط يملك الخاصيتين علي فتشوف الأسعار الصلاعب هذا الصلاعب عالي أول كان يقولون لك أنت قلتها لي ذاكريا ليش المثل اللي قلت لعب دفاعي وهجومي قلتها بطريقة كذا اللي زمان اللي مزلت المشاغبين اللي قولانا المخ وانت العضلات ايهي كان لان تتشكل كده بدك أن يكون حتى لي تابع كان الله يرحم أخميس العيران مع فيصر ابو ثنين واحد دفاعي واحد لا ممكن يكون خلاص لان كلهم مخ وعضلات ما فيه ما ينبع واحد بس شفت هدف وخلني انتقل نبرات اتحاد اخي كذا صدمني هدف خليج لما حسن عوار كانت نقره معاه انقطعت كان قدامه ديابي وبنزيمة وهي هم انقطعت منه هون فاول ما انقطعت سوى زي كده كلهم موقفوا ايه كلهم حرفيا ثلاثة بدك توقف لا تشوف مثلث بس كلهم موقفين ديابر لعب الكرة الطولية اللي كان فيها العمريكاسر تسلو طلوع الحارس كان خاطئ جدا من فوق الحارس هدف سلوك غير جيد تجاه خلنا نقول نادي مثل اتحاد في دوري قوي مثل دوري السعود يعني اللي ميز الهلال والي شرط لها أبو الوليد انه الهلال الفريق يدافع كله انت الان تتوقف فاقد الكورة ما لك ثانية ثانية ثلاث ثوانية اللعب لف ودار ولعب الطولية توقع انه واحدة من اكبر مشاكل الآن بيعاني منها اتحاد الموسم هي عملية انه كيف أخلي اللعيبة اللي اللعبون في خط المقدم وملتزمين دفاعيين ولو ان كانت جالس يعني يعمل موسم عظيم جدا يعني مثلا هداف الأولى النادي الخليج ترى اللي بري أسس كاملة كلها من كانت الهدف اللي سجله اتحاد على التعاون اللي بري أسس كان برضو من كانت تأثيره على مستوى الحالة الهجومية عالي جدا غير تأثيرها الدفاعي تواجد اعتقد انه واحدة من المشاكل اللي عاني منها كانتي تواجد لعب زي فابينيو معه بطي ما عند يعني مو لعب حتى حاد في مساءة الضغط عانى معك كثير وتوقع انه لونر بلان بيحط في المستقبل فابينيو وبيريرا سناتر الفريق اتوقع انه رايح يتبدأ عليهم في مستقبل وقادم الجولات لانه اعتقد ثنائية كانتي مع فابينيو ميجاز تعطي دفل عالي في نفس الوقت تكلم عن الاتحاد تقريبا هذه المبارات الثالثة اللي يعاني فيها على مستوى العودة او محاولة الفوز في المبارات اتكلم عن المبارات الوحدة والهلال خليها عجم ديك سبعة هذي خسارة تسيوم بارات الخلود بارات التعاون والمبارات الأخيرة مع الخليج اللحظات اللي كان فيها اتحاد يبغي يرجع بالنتيجة ما كان عنده اللاعب او ما كان اللعيب اللي هو جايبهم لأطراف الديابي وبرقوين يعطونك دور كبير جدا في مسألة انه فريق متكتل دفاعيا واقف على بابه حاطلك باصين كده قدام الباب فانت من انت عندك حل قوي لهذول اللاعبين يقدرون يخلقون في هذه المواقف اللي فيها مساحات ضيقة بس من كان يصلاح لك فوارق هنا كان يصلاح سعب عوار كانتي بنزيمة واحيانا الزهر الأجريح الموجودين عندك اللي كانوا تقريبا هم اللي يصدعون لك الحل مثل هذه المواقف وهذا عيب ممكن ألاحظه كثير جدا في ديابي ديابي ما يقدر يلعب في مساحة ضيقة بقدم يحب يلعب على سباق الصراعات لأنه لما نحط في هذه التجربة في الدولة الإنجليزية الموصل الماضي مهاجم ثاني لما نحط فيها برضو على مستوى المنتخب أو بلس سن جرمان كمهاجم مهاجم رئيسي ولاعب جناح مع بايرون الفركوزن ومع الاتحاد ولكن لما نحط في هذه الموقفين ما كان نجاح نجاح خارق أو مذهل نجاح الكبير كان جناح أيمن أو جناح أيسر وجناح أيمن كان بدرجة أعلى بايرون لا بايرون قوي جدا مساءة الاستلام تحت الضغط يعني يعني كيف يستلم كورته يعني كيف يخلق الناس المساحة هذا الشيء شفت فيه تجاربك كلها اللي أخذها تس حسيت أنه فاقد هذا الشيء حتى على مستوى الصراعات خلينا نقول لك الكورته العالية الطولية اللي أقدر أخذها مو جائسة أخذها بشكل جيد إضافتي لذلك رجلها اللي صار مرة سيئة يعني دائما يحاول ودي نفسها على اليمين عشان يلعب الباس باليمين نادر بتلياله باس إلا باس سهل بالليسار باس كرياتف ولا كي باس ولا كورة مفتاحية لا ما بتلياله وهذا صراحة يعني مشكلة كبيرة كيف رح يعالجها بلون البلان أعتقد أنه مهم يكون عندك دوار دفاعية لهذا اللي اللاعبين ومهم برضو تتعاطى مع المرأة تحاول تخلصها من بدري من الشطر الأول ما تكون تلعب على نتيجة المباراة ويكون ضغط نتيجة المباراة جاسي يؤثر عليك فتضطر أنك تلعب معندي وتكتل بشكل كبير الاتحاد الآن تغيب كل أمان خاصة الجانب الهجوم من أقوى الفرق من وجهة نظرينا تحسن كثير عن موسم الماضي صحيح أن مباراته مع الهلال خذت كثير من الجماهير ولكن المنطق يقول أنك لسه ما وصلت مستوى الهلال ولكن كويس أنت عن موسم الماضي ما زالت في مشاكل دفاعية تكلمت فيها أبو علي في الحلقة السابقة كذلك عبدالله العمري تكلمت عن تكوين عبدالله العمري عنده مشاكل في ثقة بالنفس عنده مشاكل في خروج الكرة يمتلك كل شي في أي مدافع بالعالم يتمنى لاعب قوي جدا سريع كورة في الرأس يأخذها ولكن يفتقدها من جانبا له ثقة بالنفس وشخصية قوية داخل الملعب اللي يمتلكون اللاعبين كثير ممكن عنده مقل مواصفات من عبدالعمري هذا المميزهم يمتلك حارس مميز ديابي الآن على ساست أعتقد بالدوري عنده ست مساهمات في خمس مباريات بنزيمة أفضل موسم الماضي أربع مبارات متالية يسجل فيها اتحاد هجوميا قوي جدا حتى شفنا ضد الهلال سجل مكثرة هدف سجل هدف ولكن الجانب الدفاعي ما زال يعاني على الوران بلان أنه يعدل هذا الوضع أما بي الأطراف يساعدون للأظهرة ولا شوف حل للعمق الدفاعي أما بي بيريرا وفابينو زي ما ذكرت يجد حلول هذا دول المدرع يعني هو كان جريت بين الشوطين أصلا نغير السيستم بين الشوطين وبدل المباراة باسمه ميتاج ميتاغ وكذا ما عرف النطق الزين لكنه خلينا نقول أنه ميتاج كان بادي المباراة كلاعب محور ثاني مع كانتي بين الشوطين حواله لثلاثة أربعة ثلاثة ونزل الظهيرين اللي هم فواز السقور ومعاذ فقيهي وأنا أعتقد أنه اللي صار في الشوط المباراة الثاني في ظني لا يقاس عليه يعني في ناس حكمت قطعا أنه خلاص النموعة الفقيه هو لازم يعمل المباراة الجاية على حسن كادش وتكلم عن اللاعب اليمين لازم يكون فواز السقور وليس مهند لكن تتكلم عن وضعية معينة 45 دقيقة فريق متقدم 1-0 الشوط المباراة الأول فطبيعي بدافع في الشوط المباراة الثاني وبيستقبل الضغط اللي موجود عندك بس كان قرار جريء من لا نفتح فيهم الملعب ودخل بعد كذا تكلم ديابي وبرقوين مع بنزيم وحسام عوار وكانتي في عمق الملعب وبتلاحظ أن الهدف الأول صارت كلها مثلثات حسام بيرقوين كريم بنزيم الهدف الأول هدف الثاني من كانتي الديابي وبعد كذا لعبها بيرقوين ثنائيات المثلثات هذه اللي انت خلقتها في عمق الملعب اللي عندك ظهيرين فاتحين الملعب أقصى العرض هي اللي سمحت اللعب أنهم يلعبون في مساحات أقرب البعض وبعد كذا الوين تو ثري اللي بينهم هي اللي ممكن تتلقى تصنع لك فارق وكانتي وكذا لعب في الاتحاد في شوط المباراة الثاني وزي ما قلت بوليد يعني أرقامهم بصراحة مذهلة لبنزيمة حسام عوار أربع أهداف في خمس جولات أعلى أسست هو ديابي وساهمات جيدة لبيرقوين معنا أتهم متأخرا بالنسبة للاتحاد لكن أعتقد أن واحدة من الأشياء التي تحتاجنا تتعدل في الاتحاد الفترة القادمة هي أن ما أعطني مشرات حسام عوار أن لاعب العشر الاتحاد يبحث عنه أنت الآن استثمرت في جناحين وعندك مهاجم ممتاز جدا زي كريم بنزيمة وفي ظني أن المشكلة ليست أبدا في ثنائية كانتي وفابينيو حاولك ترجع بالزي من الوراء وش هي أفضل فترة لكانتي لما تتذكر كانتي بتتذكر موسم العظيم اللي مع الاسترسيتي فريق كان يلعب أربعة أربعة اثنين كان يلعب المهاجمين وكذاكي مع فاردي ودرينكووتر و كان يلعب جناحين محرز والبرايثون وكان يلعب دبل سيكس اللي هما تكلم عن كانتي ودرينكووتر فابينيو أفضل فترة بالنسبة لفترة موناكو وكان يلعب يمين برناردو سلفا كان يلعب يسار ليمار وكان يلعب ورين ستة هو مع باكايوكو وكان قدام بابي مع فالكاو الاثنين كلهم فتراتهم الممتازة جدا كلاعبين كانوا يلعبون فيما يعرف بالدبل بيفوت اللي هما الاثنين محاور ستة جنب بعض اللي يوم في مثلا زي رودري يلعب ستة وعلى يمين واحد وعلى يسارة واحد مثلث مقلوب زي يصير مثلا في ريال مدريد شوامينيو وعلى يمين فالفيرديو وعلى يسارة مثلا بلينج هام بس الاثنين جايين أفضل فتراتهم كانوا يعبون ثنين محاور ستة جنب بعض لكن ليش انت قد تشعر ان عندهم مشكلة في الاتحاد لما في عشرة حقيقية قدامهم لكن حط قدامهم عشرة حقيقية مع جنحين ممتازين مع مهاجم زي كريم بن زيمة لاعب يطلب الكرة بين الخطوط موسى كان مهاجم يعرف الموضوع هذا اللاعب العشرة اللي يطلب الكرة بين الخطوط اللي يعرف يستلم في مساحة ضيقة ويدوره وبعد كده يدور المهاجم ويدور لاعب الجنح لو عندك لاعب كويس بالمواصفات هذه مع محورين يحمونك في الجانب الدفاعي وجناحين ممتازين كل واحد يلعب عكس الرجلة ويعرف يدخل للعمق مهاجم زي كريم بن زيمة أنت بتكون في النص الأعلى من الملعب فريق جبار الآن كل اللي تكلم عن حسام عوار أربع عدافة مسجلها كلها عملية زيادة داخل البوكس هذا مو بالدور اللي أنا أنتظره منك أنت ممتاز في الجانب زي مثل إدوارد لما كان في الهلال أنت مر ممتاز في الزيادة بسنة أحتاج ستايل جوفينكو ستايل اللاعب اللي يعرف يلعب في المساحة اللي ما بين الدفاع والوسط اللي ما بين الرباعي الدفاع والمحورين يعرف يطلب الكورة في المساحات هذه وبعد كده بيطلع كاريو بيطلع تذكر هاتف الهلال اللي سجل ضد أراوة في نهاية 2019 استلم الكورة في وسط الزحمة طلعها لمحمد البريك بريك عرضها للكاريو وبعد ذلك وسجلها بينقال أن هدف سجل كاريو صنع محمد البريك بس نقطة البداية كانت منتحرق شوفينكو في المسافة هذه هل حسام قاعد يعطيني هذا الجانب؟ لا هل هو كويس في الجانب الدفاعي في مسألة لما نفقد الكورة يضغط زي ما قلت الكورة اللي فقدتها على طول وقف وبينزيما نزل راسه ودياب يمالي شغل في الموضوع خالد سمير لقى نفسه مرتاح يلعب طويلة لو خالد ناري اللي هو خذاها على عبدالله العمري له جاي من الدكام ياخذها ومحد ضغط عليه فجوانب الضغط وجوانب لاعب العشرة الحقيقة اللي يتحرك في ظهر بن زيما أنا ما شوف ان حسام قاعد يقدمها اللي مسكت الناس أو اللي يخلي الناس راضية عنها هي الهداف اللي يسجلها اسهماتك الهجومية مهمة لكن دائما دائما لاعب العشرة اللي قوتها في أهدافها زيها وزيتها لسكة إلا ما يجي في يوم الأيام تقول شكرا جزيلا أنا ما احتاجك أنا بحث على لعب مختلف عنك في الخصاص بينما لاعب العشرة الفنان اللي يصنع اللي عنده كل مباراة خلينا نقول أسيست يصنع ثلاثة أربع فرص تسجيل محققة هذا لو يخطم الموسم غولين ولا بثلاثة ترى ما في حد يبغى يغيره ليش؟ لأنه أدى الدور لمطلوب منك كلاعب عشرة نتوقع أن موسى كان يريح كثير نلعب مع جهاد الحسين فيعرف النوعية والكراكتر هذا تحديدا من العيض لكي صناع اللاعب اللي بس دبها ليه بين لا صحيح كلامك يعني لو شفنا حسام عوار يقوم بها دواره كاملة ما شفنا بنزيمة ينزل كثير شفنا بنزيمة يسجل بدل أربع هداف عنده ستة هداف يسجل دبل لأنه تكون أدواره قدام أكثر على البوكس زي ما ذكرت ممكن فيه إشكالية لازم يحلها وهذا دوره تحسن كثيرا بالجانب الهجومي خاصة الجوانب الدفاعية لازم مدرب يصلحها أمو بتغييرها عناصر أو بتغيير طريقة اللعب في الحالة الدفاعية نتلاحظ لنا فانس في كل المباريات اللي لعبها من بداية المونس كي اللي لعب واحدة من خلي نقول مباريات اللي ما كانت صراحة أفضل شيء بالنسبة للهلال ومع ذلك كسبها لكن كان العنوان العريض هو غضب جيسوس بعد المباراة والكلام حتى اللي قاله في المؤتمر الصحفي الزعل الكبير اللي كان من نتجاه اللاعبين اللي قالنا ما نيراضي عن اللي صار نهاية المباراة أنت لما يدربك واحد زي جيسوس وطايزة 4-2 ويطلع بعد المباراة ويقول ذلكل كلام تزعل لأنه ما يرضي شيء ولا بحترم أكثر بحترم أكثر لأن لأن في آخر الدقائق يكتجل فيك هدفين الخلود وهذه معنات فيه مشكلة جماعية أما في المدرب أما في اللاعبين فهذه رح يجتمع فيها خسوس ورح يحل هذه المشاكل تكلم مع كل احترم نادي خلود يسجل فيك هدفين أيضا بديت المباراة سيئة جدا ممكن تقايق معدودة سجلت فيها هذا هداف أعتقد أن الهلال ما هو هلال الموسم الماضي ولكن فارق كثير عن بقية الفرق بكل آمانة خسوس يبحث عن رقام قياسية كبيرة لأنك قرر بيحطم رقم الأهلي أعتقد وعنده واحد عدم خسارة عدم خسارة عنده واحد خمسين مباراة أعتقد بدون خسارة الأهلي عنده خمسة وخمسين وعنده مباراة مع بعض أعتقد يوم السبت فممكن خلنا سأكسوال هنا مرة هل أهلي يحافظ على رقم ولا يعطي الهلال الرقم خلنا بسأكسوال هنا مرة أمين قبل أنت لما تكون لاعب تلعب مع مدرب زي خسوس متطلب جدا تطلب مني مجهود بدني كبير تطلب مني تعب خلي تكلم أنت الآن في السنة المتقدمة خدت خبرة كبيرة بس لما تكون لاعب شاب بالعقلية اللي تمتلكها بالوضع اللي أنت تمتلك النجومية اللي تمتلكها ويجيك مدرب هذا الشكل متطلب جدا على العامل بدني ومتطلب جدا مستوى أني فايز أربعة بس أنت لا ما تبقى أن يتراخب أوكي أنت خلقت سيستم مواضح أنه ما فيه لاعب رح يتراخب أو تجارب بيقورديولا على مستوى هذي الأندية كلها تغير سموسمة الثالث باستثناء الستي لأنه يغير العيث بالاستمرار يعني إلاعب يحسوا أنه بدأ يشكل خلنا نقول تفاحة فاسدة في الفريق نطلع تجيب بدأ لواحد وصر على هذا النجاح على مستوى عدة السنوات أنت في رأيك يعني المدرب يزيكي يتعب هو بالأخير اللعب له طاقة معينة يعني نتكلم من رهاق بدني كبير خصوص أنه لو لاعب واحد يوقف ممكن الفريق ينهار ينكشف الهلال لو لاعب واحد بس أنه طريقة لعب خصوص أن الجميع يضغط ما أحد يوقف أيضا ممكن مع الوقت راح تشكل مشاكل من ناحية إصابات شوفنا الآن نبس يغيب سالم الله يحميه ما شاء الله تبارك الله كل مباراة يلعب دفاعياً هجومياً تمنى له إن شاء الله استمرار بهذا المستوى لأنه بكل أمان جلس ينافس ساعبين أجاني وكبار يمثل اللاعب السعودي أحلى تمثيل صحيح من ناحية الانضباطية من ناحية الاستمرارية مع المنتخب مع الهلال تمنى له إن شاء الله أن يستمر والأهم من هذا كله أنه اللاعب لازم يعتمد على الركافري خارج الملعب لأنه صراح بهذا الأسلوب ممكن يوم واحد تسهر وممكن تجس في هذا شهر كامل فطحت تيب العيد هذا اللي يخلي سالم فارق على المجموعة بكل أمان سالم أنا أعرفه من زمان سالم ممكن اللعبنا ضد بعض كثير كنا مع بعض منتخب بي أنا ممكن غيبت الإصابة ولكن سالم كان محافظ على جوانب خارج الملعب خلت سالم يظهر بهذا المستوى سالم محافظ جدا خارج الملعب ركافري التغذية وزنه لذلك سالم هو مستمر الآن الحمد لله بالعطاء اللاعب السعودي نموذج اللاعبين الصغار كنا نضرب مثال بيوز أثنية عن ماجد عبدالله الآن جدا عادي نضرب بمثال بسالم الدوسري لأن في مشكلة عند الناس أن الجيل القديم هو الأفضل في كل شيء قدم يلبسه شاقة داسا بالضبط فسالم يعتبر مضمن أساطير كرة السعودية اللي وضع عرث في الكرة السعودية بطولات آسيوية قهرية أفضل اللاعب في آسيا نموذج في كل أمانة قياس اللاعب المميز هو الاستمرارية أنا سهل جدا يلعب بمباراتين بعدين غيب موسم كامل هذا المميز سهل أنا أعتقد أنه ممكن غضب جيسوس بعد المباراة لأنه الموسم الماضي يعني كنا نتحرى تغييرات جيسوس بعد دقيقة سبعين خمسة سبعين أحيانا حتى ممكن توصل دقيقة ثمانين جيسوس ما غير ولا لاعب لأنه يبي يحافظ على الفريق الأساسي اللي يقدر يتحكم برتم المباراة ويحمي الفريق حتى من أنه يصير معازي اللي صار في مباراة الخلود في آخر الدقيقة لكن هذا الموسم لأنه هو يعلم يقينا أنه الهدف الأكبر بالنسبة لي كاس العالم الأندية بتلعب في شهر ستة ميلادي فبالتاني على مدى هذا الخب على مدى هذا الطريق اللي هو الموسم أنا لابد أن يحافظ على طاقة اللاعبين فشفناه يبدأ يغير شفناه كاس الملك يعمل كبير ويغير ويشرك كثير من اللاعبين البدلة فأعتقد أنه كان غضب الكبير على اللاعبين لأشراكهم في شوط المباراة الثاني وقال أنه اللاعبين ما حافظوا على الرتم اللي إحنا كنا نبغى نلعب فيه تكلم عن محمد قحطاني محمد كنو خليفة دوسري وحمد اليامي واللعيب اللي أشراكهم في شوط المباراة الثاني يعني حسان وكمان اعتبره لأنه نزل وطلع بعد ذلك الإصابة فما لعب فترات طويلة فأنا بحتاجكم على مدى الموسم وبنحط في هذا الموقف كثير أني أبدأ بالتشكيل الأساسية وأبدأ بعد ذلك ريح بعض اللاعبين بشوط المباراة الثاني أبكر شوي بالتغييرات فإذا في كل مرة اتعاملون بهذه الطريقة أنتم حيكون عندكم مشكلة وأنا حيكون عندي مشكلة لأنني ما أبغى أرهق اللاعبين الأساسيين فطلعوا قال اللي قاله يمكن بعد المباراة وكان غاضب صراحة جيسوس الأصل أنه غاضب الاستثنان ممكن يكون راضي عن أي شيء في الحياة بما فيها كرة القادمة لكن أعتقد أن هذه المباراة أنا لو أنا خلي نقول نادي منافس للهلال هي وحدة من أكثر المباريات اللي بتصيبك بالإحباط أنتم ممكن تأخذها للهلال قاعد يلعم مع الخلود بطل الدوري مع فريق صاعد من أندي الدوري يلوف بالتالي في فارق كبير جدا في الإمكانيات ما بين الفريقين لكن فعليا الهنال سجل وصل الهدف الرابع بأقل جهد ممكن الفارق ما بين الموسم الحالي والموسم الماضي في ظني حاجتين أولا أصبح لك مهابة عند المنافسين ما كانت موجودة في الموسم الماضي أو على الأقل في الفترة هذه من الموسم الماضي ما كانت لدي تهابك وتنظرك بهذه النظرة اللي هي تشكلت بعد اللي أنت سويتها في الموسم الماضي الشيء الثاني أنك أنت صرت عارف شو أنت تسوي يعني يشبه الأمر أنك تمارس خلينا نقول حرفة يدوية تلقاك في البداية تطالع عشان مثلا تشد مالكم يأخذ الكورة على الطرف ويدخل ويراوغ المدافع ويركنها في البعيدة ما يسواها كثير فكرة أن الهلال عنده موقف ثابت ويدخل كليبالي ولا علي البليهي وعندك لاعبي ممتازين جدا في لعب الكورات العرضية الهلال سجل من هذا الحل أكثر من مرة الموسم الماضي فكرة أني أنا عندي جناحين يفتحون الملعب أقصى العرض مالكم وسالم ويطلب من الأظهر أنهم يتحركون للعمق أكثر مثل كانسلو ومثل لودي هي موجودة عندك من الموسم الماضي لأن سالم ومالكم من الموسم الماضي تقريبا يلعبون كل المباريات فبالتالي الزملاء وبقية اللاعبين تعودوا على هوين يوقف وكيف بيفكر وشلون بيمرر فصار عند اللاعبين شعور عتيات هذا اللي وصل الهلال يكسب المباراة ما يأدي فيها بشكل خلينا نقول ملفت ما هو أفضل أداة بالنسبة لك لكن على مستوى السكور على مستوى النتيجة يباني كنت فست بنتيجة كبيرة ليش؟ لأنه عندك ثقة عالية جدا بالنفس عندك إيمان أني أنا بلاقي حل زي مبارات الأهلي وكثير من مباريات اللي مبارات ضمك اللي يعود الهل في آخر الدقاء خلاص أنا صار عندي شعور أنه السلسلة هذه من عدم الخسارة لن تنتهي اليوم عشان تنتهي أحتاج المبارا كل مرة سيع فيها ثقة بالنفس عالية منافسين صاروا يهابونك بشكل أكبر وصارت عندك الثقة أنه أنا الشيء اللي أنا أسويه ونجح معي أكثر من مرة خلاص أنا ما قدرت أني يسجل خلي نقول متسجلاتي خارج المنطقة ما قدرت أني يسجل من مواقف ثابتة طب أنا عندي حل مالكم طب أنا عندي حل طويل اللي يلعبها المتروفتش حطه مع لعب الظهير اللي يسجل منها مليون مرة خلاص صار عندي طرائق للتسجيل من الموسم الماضي محتفظ فيها في ذاكرتي من تجربة الموسم الماضي بجرب هذا مرة هذا مرة هذا مرة واحدة منها بتجيب لقول شكرا جزيلا أنتهت المباراة فأعتقد له في المرحلة الحالية أكثر شيء محبط للمنافسين الهلال ما يحتاج يأدي أفضل شيء ولا يحتاج يكون في يومه تماما ومع ذلك يقدر أنه ينتصر ويكسب وهذا اللي أعتقد اللي بيخلي الهلال إذا ما عمل خلينا نقول دروب في العشر جولات الجاية بتكلم عن دوري بيخلص بنهاية الدور الأول وهذا صراحة شيء محبط للمنافسة لكن بالنسبة للهلال هو شيء نتيجة عمل وجهد وتتوقع أنه هو صحيح محبط للمنافسية ولكن هل هو مرضي للهلال مرضي الخسس أنك تخرج مباراة منتصر ولكن ما قدمت المستوى المأمول لأن هذه ثقافة الهلال تعود دائما أنه ما يرضى إلا بالفوز والمستوى مثل ماشيستر سيتي مثلاً دير كبيرة بأكسر يا مدريد بأكسر يا مدريد لدينا نفوز بدون مستوى عادة أي هم شيء هم شيء شلو بطولة مزوب دعاء مزوب دعاء أطفال مزوب كل خصية الفريق شخصية الفريق كل شيء هجت والله خلزارة فريق خاخر دقيقة ولكن كنت في الملعب بالفوز ما شفت مباراة كنت كل شفت شوط ذاني أوكي كيف كانت الجواب ملعب الشباب ممتازة جداً ممتازة جداً صراحة تلقي الدعوة من دارة الشباب مشكورة بكل أمانة السيد محمد المنجم ترك الغامدي الزميل عبدالله سطى عبدالله الفارس دكتور محمد الناصر كم معكم نعم قبل كم حلقة أشكرهم على هذه الدعوة والشباب يقدم مستوى تمميزة هذا الموسم الفوز الرابع التوالي في الدوري خامس التوالي مع كاسر خادم حرمين شريفين تغير كثيراً مع مدرب بكل أمانة في طريقة لعب الرغم حمد الغائب للإصابة ولكن هناك مدرب شخصية كبيرة سلوب لعب طريقة لعب الشباب هذا الموسم ما ثبت الجميع أنه كبير جداً ثالث الترتيب الآن ثاني الترتيب مع الاتحاد 12 نقطة وأعتقد أنه رح يكون فضل وفضل في الفترات القادمة يعني فاز بدون كراسكو فاز بدون الحمد لله لأمس كراسكو الأكس تكفير بغيام تنشى بلي يوالي فاز بدون منف انتوره فاز بدون حتى مصعب الجويل هودت نسي ما لعب الحد الآن بالضبط فعندك يعني خير نقول قيمة أسماء موجودة في تشكيلات الشباب أعتقد أنه كانت فكرة جداً ذكية أنك عندك لاعب بسعر متعب تبيع يعني سعار هذه جزء في الدولة الآن سعار فلكية وأنا مؤمن تماماً بفكرة أنك تبني الفريق ضحي بلاعب أوكي سوبرستار فنان لعيب بس أني أقدر ربني من خلال ثلاثة أربع لعبة أذكر هودت كان يلعب فيه يا ناسي لا تسي ولا تسي ولا ما لا تسي كان من أرواع اللعبين اللي يسجلون من المواقف الثابتة ومن أرواع اللعبين على مستوى القدرة البدنية الدفاعية تكلم لعب قوي قوي جداً دفاعياً وجاء سيئة إضافة الآن في نادي الشاب زايد أنه ثقافة الشباب وإرث الشباب وتاريخ الشباب يخلي الجمهور اللي دارة اللاعبين عندنا دوافع دوافعنا إحنا الخاصة أن ننمثل نادي كبير صحيح أنه ما إحنا نفس الدعم اللي يحظى فيه أندي أخرى بس إحنا نادي كبير تعودنا لننحط في هذا المكان تعودنا أنه ما يكون المدرج اللي ييمتلئ المنافس دائم هو الأعلى منه تعودنا أنه ما ينكون الطرف المدعوم أو اللي يملك أموال أكبر تعودنا على هذه المواقف طوال السنوات مع ذلك كنا ننجح لأن دوافعنا الذاتية عندنا أنه عندنا رقبة في النجاح تكون عالية جدا الآن الدافع أعلى وأعلى مع الله يشفيه عافية إن شاء الله في هذا المولد اللي جايز يعطي خلنا نقول دافع داخل المنظومة أنه لازم نحق نتصار وراء نتصار شيرة دائما يرتفع هذا صراحة شعور إيجابي جدا في هذه الشباب إضافتنا لذلك ترى أتوقع من دين فنتورة لسه ما وصل لدرجة الإبداع اللي أعتقد أنها بتفرق كثير في موسم الشباب تحديدا العرضيات اللي كانت من مرابط الحمد لله بنشوه من بلونفنتورة إلى حمد لله وبتسجع منها كثير في ظني وصلنا على دفمس ونتشوف مكان أبو عاليك متابع جيد الدول الإيطالي هو غار الآن في الثلاثة أربعة ثلاثة إذا رجع كراسكو يسار بودين سيمين الحمد لله الغالب إنه راح يكون هو محور ثاني في الوسط مع مصعب أو مع كويار بلان على كويار تستخدمه كقلب دفاع وتستخدمه كلاعب ستة أعتقد أنه جلب عشان يلعب في هذا المركز لكن الآن مع الغيابات اللي تصير في الثلثة الهجوم يقعد ينشوف يلعب أكثر مع ثلنتا وعشان أخصلك مع ثلنتا والميلان كان لعب عشرة لعب صانع لعب شي عنده حرية يروح يمين يروح يسار يعطيك العرضية يلف على رجلة يمين يعطيها باليمين نفس الهدف سجلة جوانكا فلسلوك تمري على يسار هو على الجه اليمين يلعب على طول حل قوي في التسديد رجلة ترسم ما شاء الله تبارك الله وبدين نشيط لعب ما تحسن عمره خمسة ثلاثين سنة واربائة ثلاثين سنة لا تحسسك أنه لسه في متصف العشرين فعنده التزام بدني ومؤثر جدا عنده دائم المساهم التهديفية عنده عالي سواء في الأسس أو الأهداف نفسها فأعتقد أنه عشرة يخلي عشرة رتبوا المشكلة أن تركيبة الشباب على الأقل بالشكل الحالي ما صعب ثلاثة أربعة ثلاثة وغالي بيحتاج محورين وقدامهم حمد الله كاراسكو هودنسي اللي بيغير طريقة اللعب اللي قاعد يلعب فيها لكن عادة لم يفوز وفريقة الناس ما تحب تتكلم عن السلبيات لكن أعتقد أني المباراة الخيرة اللي شفتها للشباب ومباراة الرائد تحديدا واضح أن الشباب متأثر بأن فيه كذا لاعب يلعب في مركز غير مركز الهدف اللي سجل النادي الرائد كورة جت من ظهر حسين صفيانز في اللحظة اللي بتطلع التمريرة من لاعب الرائد باتجاه إسلام هوساوي إسلام هو زكريا 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 في اللحظة اللي التمريرة بتطلع حسين كان وانقف في مسافة بين وبين الخط لوه أنا أتوقع له ظهير أيمن حقيقي بيعرف أنه هذا المسار اللي بتطلع فيه التمريرة فباخذ خطوة ناحية الخط عشان أقطع مسار التمرير حسين خذ خطوة للداخل أكثر ترك مسافة مفتوحة لعبة الكورة كويار قال كورة ذي مستحيل من ذا يأخذها وهو زكريا ما شاء الله تبارك الله راحت من كويار وزكريا اللي جاي من وراه تسبق على الكورة اضطر هو ديت أنه يطلع وينزل لقاء الكورة وما جابه بعد كده الكورة تسجلت هنا نتكلم عن ثنين قاعدين ينعبون في مراكز غير مراكز كويار هو لاعب ستة مهما حاولت أنك تراهمك لاعب سنترباك هو في الأصل لاعب محور يلعب في عمق الملعب وحسين هو أصلا ظهير أيسر أنت قاعد تلعب ظهير أيمن لو ما ترجع تتفرج على المباراة كنت في الملعب بوليد كذا موقف هجومي يتدرج الشباب بالكورة توصل عنده حسين تحتر العرضية يلعبها على الرجل اليمين يدور يخذها على يسار ليش ما يقدر أعطيك كورة عرضية برجل اليمين فأعتقد فريق اليوم قاعد يفوز الناس تنسى دائما كل المشاكل الموجودة ولكن أعتقد أنه لا حسين مرتاح في المركز اللي يلعب فيه أوكي أنت سجل عليك هدف سجلت هدفين كسبت المباراة بكرة بتلعب مع الهلال مع النصر مع الاتحاد مع الأهلي عندي أعلى منك في الإمكانيات هدف زي هدف ترى ممكن يخلص لك المباراة فغلا زي هذي يمكن المنافسة يلعب عليها المباراة كاملة فأعتقد أنه فيه إشهدات كبيرة ببيريرا يستحقها لكن مسألة أنه محمد الثاني لعب يسار وهو رجل أيمين شوي تلقى ظهير شوي تلقى داخل البوكس هو مهاجم حسين تحديدنا في الجانب أيمن أبداً ما هو مرتاح كيف تشوف فكرة تغيير مراكز اللعبة اللي قاعد تسويها في الشباب وكيف الريق قاعد يفوز بس على المدى البعيد صحيح طبعاً في البداية دايماً تعود أو تعودنا إيما لما كنت في الشباب أن الشباب عنده شخصية وثقة بالنفس مهما قالوا عنه الإعلام صحيح ما هو كبير ما فيه جمهور هو يثبت عكس ذلك داخل الملعب دائماً تقوم منافس في كل مواسم صحيح غابع البطولات ولكن نتصعب وثبت هذا الموسم اللاعبين الشباب تعودنهم يجون نادي بطولات ثقة بنفس عالية يلعب ضد أنديك كبير ينتصر عليها ولكن يحتاج العودة إلى منصات التتويج عشان الجمهور يجيك أكثر وأكثر ويحضر لك ويشاهدك في الملعب وجود حمد الله أعتقد أنه مكسب كبير الشباب دائماً محتاج المهاجم صندوق اللي ينهي الهجمات أو تعب أو مجهود فريق كامل شوفنا يقاله فترة جاء وأثبت ذلك ناصر الشمراني سنة مينة سنة مينة ما توفق أنا من وجهة نظر ما توفق في الشباب عنده إمكانيات وكما توفق أنا محتاج المهاجم الهداف اللي يخلص مجهود فريق كامل يقاله لو ما راح لو ما انتخل من الشباب في الفترة الشتوية لظروف المادية متكلم في البلطان أعتقد أن الشباب كان محق الدوري كان الفرق بينه بينه هلال هو مركز الثاني يقال وروح للهلال وساهم مع الهلال بتحقيق الدوري كان يستعقل هذه الفطولة فكان يحتاج مثل هذه العناصر إضافة إلى مصعب جوير مكسب كبير لاعب كبير قيمة أجنبي أعتقد أن الشباب راح يكون أفضل وأفضل بعد اكتمال عناصره عودتهم من أصابات جاهزية بعض اللاعبين راح يكون أفضل وأفضل المدرب زي ما قلت ممكن تنوى اللاعبين في المراكز شتتها اللاعبين صحيح اللاعب دايما تبي تاخذ أفضل ما عنده وحطه في مركزه دايما صاحب الشغلتين كذاب ونقول صاحب المركزين يضيع يضيع في لاعبين كثار ضاعوا بس وقت ذلك إنهم لعبوا بأكثر المركز أنا يكتشف نفسه أبو عالي ناخذ مثال عبدالله حمدان عبدالله حمدان كان من أميز اللاعبين لما كان موجود في الشباب صحيح إنه ما يسجل كثير ولكن مع الوقت راح يتحسن ويتطور سيما صار مع سالم كان يفتقد تسجيل وسجل مع الوقت عبدالله حمدان اللي من وجهة نظرنا كلاعب سابق اللي ضيع عبدالله حمدان أوثر عليه إنه لعب أكثر من خانه فحي لو تسأل أنت وش مركزك ما يدري مرة يلعب وسط يمين مرة وسط يسار مرة تحت المهاجم مرة مهاجم أنا من وجهة نظري كنت أطبقه أنا بكل أمانه لعبت مرة في مباراة ضد الأهلي لعبت وسط يمين ما ألجي وتغير علي أغطي مع الظهير وأنا متعوذكم البوكس فجلس مع مدرب قلتي أنا يكون مهاجم يكون دك خلني احتياط مهاجم أفضل من أكون وسط وسيء أنا ما أحب أن يلعب بس اللاعب اللي يتمنى أنه يصل أو يبي يصل أنه ما يتمنى أنه يلعب بس يلعب وينسط خلك في مركزك لو احتياط يجيك الفرصة يدور المدرب خاصة في بطولات كثيرة شفنا الضر الهلال طبعا نتقلنا من الشباب يهلال شفنا الضر الهلال الموسم الماضي أنه عدم تدوير بين اللاعبين لما غاب متروفيتش في مباراة العين أثر كثير لذلك هو استقطب حين ناردو كمهاجم بديل إذا غاب متروفيتش أي مركز يكون له في بديل فمن وجهة نظري أن تنوع المراكز رح يضر بعض اللاعبين قبل المدرب وقبل الفريق ولكن أعتقد أن هذا الشي رح يكتشفه مدرب ورح بعد اكتمال عناصر رح يضع كل اللاعب في مركز الحقيقي احنا بدنا نروح إلى محور مهم اللي هو رابطة لاعبية كرة قدم السعوديين بس وعالية عالميا كاي اش هي روابط اللي من هذا النوع اللي أنا أعرف الفيف برو اللي أعرفه اللي رابطة على مستوى العالم بس أكيد أنك الاتحاد محلي فيه أولا هذي هي أصلا مرتبطة بالاتحاد المحلي يبضل والله هي تنظيم داخلي زي رابطة اجتماعية وتكافلية طيب خلنا نشوفه شي في فيف برو هذي FIF برو وهي نقابة اللاعبين أو حماية اللاعبين أو خلنا نقول حماية الموظفين بشكل عام لما تجيب التحادات المحلية فإجباري أصلا تحدث محلية أن يكون عندها رابطة محلية للدوري علشان كي أتأسس رابطة الدوري سنة 2009 أو سنة 2008 بسبب أنه ما رح تشارف كثيرا بطراءة سياية لأنديا السعودية لما يكون عندك رابطة تختص أو مهتمة في الأندية نفسها ومن خلال هذه الرابطة إذا هذول اللاعب عندهم مشاكل على مستوى الراتب الإصابات ضغط المباريات السفر لازم يكون عندك نقابة من اللاعبين تحمي اللاعبين من هذه الآثار التي ترتب على كثرة المنافسات أو حتى على مستوى أني أنا ما أخذ حقوقي كلاعب إلزامية إلزامية مش إلزامية بس أنه يعني تعطيك مكانة عند الفيفا وعند الاتحاد القاري أنه أوكي أنت منظم أنت تهتم صحة اللاعبين حتى على مستوى قضاياك اللي في الكأس القضية وين الفكرة الفكرة أنه الآن في فبروه هذه تقود تكتل كبير جدا على مستوى تغيير أو إلغاء كأس العالم للأنديو وشمال القضية الجاسة الآن منتشرة في كل مكان اللي هي قضية رفعتها تحد الإنجليزي كوتر قدم الأسباني الألماني زائد 32 دولة تمثل هذه المنتخبات الأوروبية إضافة إلى ذلك في فبروه هي من تقود هذا التكتل قدمت إلى محكمة محكمة تجارية في أوروبا وبحكمة تنتقل محكمة تجارية إلى محكمة العدل الأوروبية التي تختص في مثل هذه القرارات وهنا يجي دور المحكمة العدل الأوروبية نتفسر الأنظمة لأن تحت أوروبا دولة واحدة فالأنظمة فيها تشمل خلنا نقول الموظفين كيف آلية التعامل مع هذه الموظفين يعني يقولون تجدون اللاعبين ترحقون اللاعبين بطوة كأس العالم الأندية حطتوها في توقيت ما شاورتونا فيه اللاعبين أو الأندية بينما الفيفا يقول لا إحنا شاورناكم فيه وجلس القضية هذه تدور في أوساط كثيرة الفيفا يقول أنه ما في دلالة واضحة على أن ضغط المباريات يأثر على اللاعب أو يسبب له إصابات ولا في رقم معين نقدر نبني عليه أنه فعلا هذا القضية أو هذا الشيء يأثر بينما في ففا برو تقول أن هذا زيادة المباريات وزيادة الحمل بدي على اللاعبين إصابات زيادة المباريات تقل حتى أنا كمشجع بمل مبارا 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 طيب أبي يوم مبارا برتاح مبارا أطلب أهلي فهذا النوع خلنا نقول جاس يؤدي إلى جانب ثاني كوروة القدم بينما أنا بالرشة تنظري قضية ما هي قضية لا مباريات ولا عدد ذال قضية قضية فيفا عنده حرب أو خلنا نقول عنده صراع أزلي واضح مع اتحاد الأوروبي كوروة القدم والتحاد الأمريكا الجنوبية كوروة القدم لأنه يبغي يأخذ حصة من القيم السوقية الخاصة بكوروة القدم إلى جانب أو بعد ما كان الاتحاد الأوروبي يصنع بطولته الخاصة على مستود تشامبيلز لقل حد قد تكلم هنا صراحة قضية كأس العالم نازلت مهددة إلى أن تطلع المحكمة العدل الأوروبية في منتصف أو بداية العام الجديد إضافة إلى ذلك البطولة أيضا مهددة على مستوى الناقل الآن ما في ناقل كان في أبل تيفي بس راحت ما يجرون نحن في ناقل أو لا زائد مفروض كورواندوم عشر رعا كل راعي يقدم مئة مليون للبطولة عشان يكون الحوافز المالية لهذه البطولة اللي أندي كبيرة جدا كان يقولون شيقولون كان يقول 40 مليون 50 مليون كل نادي بيأخذ بالمينوم بالحد الأدنى بس الآن ما عندك لا ناقل ولا عندك رعاة وأعلنت عن تذاكر أو أعلنت عن الملعب دي راح تصدف بطرة كاس العالم الآن دية ففي شوي ربكة هنا قاعد تصير إيش قاعد يصير أنا ودي أسألك إيش قاعد يصير في الخفاء تجاه هذه الرابطة هل بكلها دور أو عندها القدرة هل تلعي بطولة صحيح كلامك أبو علي كل ما ذكرت ولكن خلنرجع قليلا وش رابط اللاعبين سعوديين هنا في سعودية استحدثت في أواخر 2021 أستاذها زميلي سامة وساوي كابتن منتخب السعودي نادي هلال والأهلي وبقيت أعظمة هي دارة منافو شقير محمد السهلاوي عبد الملك الخيبري حسن معاد فالو ولد الله يشفيه من الدعوات لو بالشفاء العاجل محمد بريك الآن رئيسها ومحمد السهلاوي وأنا كناعب رئيس في رابط اللاعبين السعودي عدافها كثيرة كل أمانة مدعومين والله الحمد مع رؤية المملكة خاصة في القطاع الرياضي هي دوارها كثيرة تثقف اللاعبين الجانب التعليمي مهم جدا للجانب اللاعب كذلك الطبي حين الآن وقعنا شركات مع جامعة المملكة أبد العزيز في جدة اللاعب مهم جدا اللي يحتاج أن يكمل دراسته بكالوريس وماجستير بآلية معينة عن بعد أو حضوري مراعاة الجامعة تراعي اللاعب كيف يلعب الدوري مع منتخب السعودي كذلك أيضا طبييا وقعنا شركات مع شركات تأمين طبي تمن اللاعب وعائلة اللاعب أيضا هناك جمعية الأسر يحتاج استثمرون أسر اللاعبين في شركات بيننا أشياء كثيرة وأدوار كثيرة أيضا تفعيل دور اللاعب للمجتمع اللي نشوفه قليل جدا في موجود في اللاعب السعودي أيضا حفظ حقوق اللاعب قانونيا أشياء كثيرة وأدوار كثيرة أيضا مضمناها طبعا رابط اللاعبين السعوديين هي جديد وحديثة كان مستوى الخريج ما في إلا قطر 2015 تقريبا في رابط الدور الإنجليزي هي لهمية سنة الفيفي برو هي المسؤولة عن رابط العالم كلها هي النقابة الدولية موجودة في مستردا في أولندا فأدوارها كثيرة وكبيرة أود إختصرها لكم يعني من ضمن الجوائز اللي تشوفها بالدور الإنجليزي دائما جايز أفضل لاعب أفضل لاعب واحد أفضل حارس مهمة جدا مهمة جدا في جوائز لللاعبين واللاعبات رأيكم شاء الله قريبا تسمعون عنها نهاية هذا الموسم لللاعبين واللاعبات في سعودية أدوار كثيرة وكبيرة رأيكم فيها تطور كيف الفكرة طيبة عندكم اللي أنا أعرف أن مثلا زي الفيفي برو اللي هو الجائزة السنوية الـ 11 لاعب اللي يتم الإعلان عنهم تشكيلة مثالية يجون عند اللاعبين اللي منضمين لهذه النقابة ويصوتون على أفضل تشكيلة ممكنة وبعدين يجمعون الأصوات ويقولون هذه هي التشكيلة المثالية في إنجلترا اللي هو موضوع في جائزة اللي تمنح من قبل بدئيا طبعا في أعضاء راح يشتركوهم في الرابطة اللي هم اللاعبين بيرسوم معينة رسوم رمزية جدا تقريبا اللاعب الفريق الأول الفريال رسوم اشتراك في السنة اللاعب فيها تسنية تروح صندوق صندوق الرابطة وإرادات الرابطة الجوائز معسكرات الموسم هذا بداية الموسم سوينهم معسكر داخلي في أبهى جهزنا اللاعبين اللاعبين المحترفين اللي ما عندهم عقود جهزناهم بحيث البعض انتقل النادي يكون جاهز لأن وجدنا المشكلة اللاعبين أغلبهم أنه لما يبدأ الموسم ما لقى عقد ما جاء عرض يجلس في البيت فلما يرجع النادي المعسكر يجي عرض فجأة كذا أو تجي تجربة ما يكون جاهز بدنيا فيخفق فيجلس فينتهى اللاعب بعمر مبكر الآن جهزنا اللاعبين في معسكرة إن شاء الله بعد التفقيات مع روابط العالم سواء البرتغالية موجود فيها كريستيانو في روابط البرتغال الفرنسية موجود فيها بنزيمة الصربية موجود فيها سافتش وموترفتش وقعنا اتفاقيات تبادل خبرات بينهم وبينهم معسكرات تقام هنا وتقام خارجيا منها يشوفون السعودية وتطورها الرياضي منها يستوقون لعيباتهم اللي ما عندهم عقود كذلك حنا نستفيد لعمرة دولية أقوى وعمرة تودية في الخارج ففي أكثر من آلية وأكثر من هدف إن شاء الله عندنا زيارات قريبة للأندية قمنا بزيارات أندية في الموسم الماضي وإن شاء الله نكمل الزيارات في الموسم هذا ورح تسمعون إن شاء الله أخبار وتسر بإذن الله رؤية المملكة خاصة بالقطاع الرياضي أنا دخلت موقع الرابط والأمان في تفصيل جميل جدا عن الرسالة والرؤية وكل الأهداف اللي موجودة ليجلها الرابط لكن أكثر شيء لفتني هي كلمة المؤسس والرئيس السابق الكابتن سامها وساوي اللي يعني يعرف فيها بالرابطة لكن بدأ لي الكلام أنه هي أشبه برابطة خليل نقول تكافلية اجتماعية وممكن تعتني أكثر باللاعب اللي عنده مشاكل خارج كرة القدم كما لونهم اللاعبين المعتزلين أو اللاعبين اللي ممكن صارت عندهم مصابات أو قفتهم عن ممارسة اللعبة لكن اللاعب اللي يلعب اليوم في الملعب تشعر أن وسط المنظومة هذه هو بحاجة إلى جهة تتبنى مواقفها بحيث أن بدل اللاعب ما يروح يكلم النادي أو خليل نقول يعبر هو أو وكيل أعماله من خلال تغريدة ومن خلال الموقف إلا أن في جهة تقود هذا التكتل بداية الموسم قبل لا يصاب رودري طلع في واحد من المؤتمرات اللي كانت خاصة بالمباريات وتكلم عن نقطة كاس العالم للأندية وقال أنه ما بين نهائي البطولة وبداية الموسم التالي اللي رح يكون الموسم القادم ثلاثة سابيع والشكالية بتصير أن الفريق كاملا بمدربي بكل طواقمة بكل لاعبي عندهم ثلاثة سابيع ما بين نهاية الموسم السابق وبداية الموسم الجديد نعرف الصيف تلعب بطولات المنتخبات فبالتالي يمكن يروح خمسة ستة لاعبين من عندك بس لا يزال لديك لاعبين خمسة ستة عشر مع لاعبية الأكاديمية يعني تقدر تكون فريق وتلعب فيه مباريات ودية وتعد على الأقل بعض اللاعبين وبعد ذلك تدخل بقية العناصر لكن لما الفريق كله كل طواقمة يصير عنده ثلاثة سابيع ما بين نهاية موسم وبداية موسم الطبيعيين النادي بيقول للعب الله لهينك بكرة حظر في التمرين وراء موسم قادم لابد أنه نستعد لأجله طيب اللاعبين أنا تعبان أنا ما أجز أنا أحتاجي لأني أقضي وقت مع أهلي بقوة العقد والنظام النادي بيجب راك طيب من اللي بيدافع عن حق اللاعب هنا لو ضغط على نفسها اللاعب ممكن حتى يتعرض الإصابات بعد شهر شهرين من بداية الموسم شوفنا الموسم ماضي أول شهرين في الموسم ثلاثة من ريال مدريد رباط صليبي الآن رودري وغالبا ترى تصير الإصابات اللي من هذا النوع تصير في بداية الموسم خاصة لللاعبين اللي ما حظوا بفترة راحة كافية خلال فترة الصيف في هالموضوع تحديدا في نقطة تقليص قائمة إلى 25 لاعب معني أنا مع القرار لكن تكلم عن لاعبين السعوديين صار عندي 15 خانة لللاعب السعودي في كل نادي بيجي اللاعب السعودي بيقول هذا فيه ظلم لي الآن قاعد تفقدني فرصة كانت خلينا نقول كل نادي في 25 لاعب السعودي الآن صار قريب عشر اللاعبين فقدوا من كل نادي تجي على موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب أنه تحولنا من أربعة إلى نوصلنا اليوم إلى عشر لاعبين وممكن نوصل إلى عدد أكبر مستقبلا هنا إحنا ما إحنا قاعدين نناقش إحنا معه ولا ضد بس نتكلم من منظور اللاعب السعودي أنت إذا ما دافعت عني في مثل هالقضايا في مثل هالملفات وكنا إحنا كتلة واحدة صوت واحد منظومة واحدة تدافع من أجل حفظ حق اللاعب السعودي في مثل هالمواقف أنا لش أنضم لك أنا كلاعب اليوم ألعاب ومرتاح ووضعي مرتاح وعندي الله يزيدهم يبارك لهم جميعا رصيد كافي في البنك أنا لش أدفع رسوم واشتراك ونضم لك في هذه الرابطة إذا ما بتدافع عني في مواضيع زي هذه فهل الرابطة رابطة اللاعبين السعوديين تقوم بهذا الدور إحنا نعرف أنتم في البدايات أسستم في 21 يعني تكلم عن تجربة ثلاث سنوات أنت حكيت عن اللي موجودة في إنقلترا عمرها أكثر من 100 سنة صعب نحط ضغط عليكم في البدايات أنه لازم تلعبون هذا الدور بس هالمستقبل الممكن الدور هذا هو اللي تصير تلعبها الرابطة بتأثر في موضوع اللاعبين الأجانب ووضع اللاعب السعودي وغيرها من هالمواضيع بالتأكيد يعني هذا هو الأساسي ما قلت أنت هو حفظ حقوق اللاعبين خاصة من ناحية ضغط أمباريات أتكلم فيها رودري في الفترة الأخيرة تحدث قبل الإصابة ونصاب الآن وافتقدوا كثير ماشيستر سيتي افتقدوا كثير أيضا منتخب السبانيا لأن ضغط أمباريات ما بين منتخب اليورو لعب كذلك كاس العالم الأندية ومباريات وراء بعض أثرت على اللاعب كثير وأجلت اللاعب شفى النصابات كثرت الآن نسمعنا بعض أيضا شكوة من خبط اللاعبين الإنجليز دوليا عشان موضوع كاس العالم الأندية هو مهدد بالتأجيل ما تأجلت أمبارة العين صار عنده شكالية في أمبارة الأهلي تأجلت كان لنا دور لو كنا بعدين من بدري لو كنا لنا الصلاحيات أكثر وأكثر احنا ما زلنا طور التأسيس ما زلنا انطلقنا الآن في الزيارات نعرف أكثر وأكثر في صلاحيات كثيرة راح تكون لنا بالإضافة لدور الاجتماعي الطبي لأن احنا مؤمنين وابناء هذا المجال مؤمنين اللاعب مهما كانت مبالغ عقوده لما يوقف كرة قدم بعد سنوات تلقاه عنده شكالية في الأمور المادية كثير جربنا اللاعبين سمعنا أخبار على اللاعبين دوليين مثلوا منتخة بندية كبيرة لأن اللاعب ما هو موظف حكومي ما عنده راتب تأمين ما عنده راتب تقاعد ما عنده تأمينات هن عندنا أفكار كثيرة تستثمر اللاعب مبالغه أيضا في صندوق استقطاع من راتب اللاعب بحيث لما يعدزل يلقى أمور أفضل أفضل تطوير اللاعب تعليميا وقعنا شراكات مع جامعة ملك عبد العزيز اللي بيكمل دراسة المهم جدا أنك تكمل دراستك مهم جدا تأمن طبيا على نفسك وعلى عائلتك مهم جدا أنه وقعنا شراكة مع جامعة الجامعة الأسرية الجمعية الأسرية عشان اللاعب يقدر أنه يستثمر عائلته بقروض أو تمويل معينة تسهيلات كثيرة استشارات قانونية بالإضافة اللي ذكرته هي الأساس وهي الأهم اللي يحفظ اللاعب من ناحية الإصابات حفظ اللاعب من ناحية ازدحام مباريات أو تراكم مباريات وربعا لكم دورة بمستوانكم لو كان نادي عيضة مباريات إنكم تعطون أو تبلغون رابطة تحدث سعودين ذل لا النادي مفوضي تتمتعجي مباراته أو تأخيره تقدون ذل الخدمة ذي لتحدى بكل أمان وجدنا الترحيب من استادياس المسحل اجتمعنا مع استادياس المسحل طلبنا نجتمعنا جدا مسابقات بحيث الرأي هذا الشي وهذا دور نحن وإن شاء الله مقبلين بإذن الله على صلاحيات أكثر وكثر نقدر من خلال نقرر متى ما الآن وقعنا اتفاقيات مع روابط العالم البرتغالية إن شاء الله قريبة الإنجليزية قريبة الهولندية الفرنسية هذا يعطينا صلاحيات أكثر وكثر يكون صوتنا واحد صوتنا مسموع صوتنا أقوى قال لكم قدموا على القضية معنا اللحية جاءنا الخبر طلبوا منكم ممكن تساهمون معنا وتكونوا جزء من هذا تفضل رفضتم لسه نقدم إن شاء الله لأنه صلاحة مهم جدا هو دورنا الأول والأخير هو حفظ اللاعبين كل أمانا لأننا رابط لعبين خاصة في السعودية رابط اللاعبين نحمي حقوق اللاعبين اللي زي ما ذكرت أبو علي وهذا أهم شيء بس ما في رقب يعني ما تقدر تقول لي في رقب معين اللاعب بين مباراة ومباراة يعني 18-40 ساعة كافية 23-30 ساعة كافية أو كم عدد مباراة اللاعب خلال موسم كامل 9 شهور يعني العلم ما وصل إلى درجة خلنا نقول يقول لك إنه اللاعب ما يقدر يلاعب أكثر من هذه المباراة أو خلاص قدرة توقف عند 50 مبارا 60 مبارا يعني السيتي إحصائيا لعبة السيتي اللي يلاعبون ذا الموسم بيوصلهم ممكن إلى 70 مباراة هذا الموسم وقص على ذلك على اللاعباء آخرين في عندي أخر بس علمية ما في رقم يعني ما في شيء أقدر أن تكرابطه تحج فيه الجهة المشرعة أو الجهة اللي تنفذ هذه المسابقة هو طبعا لما تعرف عليك كأقل أقل شيء يعني للضر والقصوة كنت مربعين ساعة لبعض المباريات أيضا بعد نهاية الدور يعني تكلم عن 45 يوم تقريبا كراحة لللاعب يقدر يخليها سلبية وإيجابية رابطة الدور الإنجليزي رابطة اللاعبين الإنجليز لما رفعوا شكوى للتحاد الدولي تكلموا عن أن اللاعب مثل الموظف عنده ساعات معينة من دوام لازم يتجوز يتجوزها بالضره كثير من ناحية الإصابات عشان دور اتحاده معنا شبه عشان دور اتحاده نظام العمل فيها زي بعض بس في الكرة القدم ما قدر يقول خلنا نقول القالب يشبه التشريعات الخاصة بتاعة دور ضروري لكن أنا أعتقد أنه في المنظومة الرياضية حاليا اللي صار كثير من قرارات بيد الشخص غير سعودي شخص أجنبي تكلم عن لجنة المسابقات العام الماضي وأعتقد المستمر هذا الموسم اللي هو كارلوس نهر وفي موضوع مواقية المباريات فكرة أن اللاعب الصيف في مدينة الأجوا فيها حال يلعب ساعة ستة قبل إذن المغرب هذه صعبة جدا بالنسبة للعب كرة القدم مثلا تزيما قلنا عدد اللاعبين الأجانب تقليص قوائم الأندية اللاعب السعودي وسط هالمنظومة اللي يقرر حتى على مستوى الأندية الصندوق تكلم عن رؤساء التنفيذيين ومدراء رياضيين كلهم أجانب مع الوقت اللاعب السعودي بيصير شيئا فشيئا صوته خلينا نقول أقل تأثيرا من الأجنبي داخل النادي لأن عدد اللاعبين الأجانب وقيمتهم ثقلهم قاعد يصبح أكبر في الأندية فبالتالي هؤلاء اللاعبين إذا ما صار لهم منظمة تحميهم خلينا نقول لها تأثير ما نقول تدخل ولكن لها تأثير في مستوى القرارات لها تأثير في كثير من المواضيع أعتقد أنه وجودها مهم يخدم من منظومة الرياضية إحنا نتفاهم زي ما قلنا أنه توكم في البدايات بس المفروض أن وزارة الرياضة تحاد سعودي الكرة القدم رابطة دور المحترفين لجهات الأكبر اللي موجودة اللي مسؤولة اللي عمرها سنوات في القطاع الرياضي إنها تأخذ بيت هذه الرابطة تحاول أنها تطورها وتقويها خلال الفترة القادمة لأنه وجودها مهم جدا ويحفظ اللاعبين حقوقهم تكلم عن اللاعب الآن تكلم كوظيفة فنان فنان نجم لاعب دكة في نهاية الأمر أنت اختارت أن هذه تكون وظيفتك هذا مصدر رزقك تحتاج أنك تكون تشعر بالأمان حتى تقدر أنك أنت تعطي في المستقبل واعتقد أنه هذا الدور اللي أنتم جاسين تحاولون تسونا في الفترة الحالية تساعدنا جدا وجودك بوليد إضافة كبيرة جدا بالنسبة لنا إضافة الملعب وبنستديو الله يحسن الله وبإذن الله موسم ناجح العروب إن شاء الله شكرا لك يا أخوي أبو علي أبو علي تشرفت فيها بصراحة بوجودي بالحلقة معكم مرتدة منافضة برامج دائما ممثريين للمستمت إن شاء الله نشوفكم من تطور لتطور أتمنى لكم التوفيق زي ما ذكرت العروب الآن يبقى إن شاء الله العروب يبقى بإذن الله عشر صبقات فيه إن شاء الله بإذن الله طبعا العروب دائما صعب العروب حتى لم يخسر العرض ملعب العروب مقبر الخصوم البعض استهز بهذا تصريح وقتها فوزنا الهلال بيعون فوان الهلال فوزنا النصر كذلك الاتحاد لندير كبيرة كلها لذلك راح تشوفون عروبات الجوف اسم كبير ورقم صعب زي ما قال رئيس النادي ممنس الشمري لو أجلوا تحية قال منذ صعود العروب قال راح تشوفون عروب رقم صعب في دوري روش خلينا بسلك على المهاجم ما يحكوون لكم هاجم فيه مهاجم مشارطوه من دوري الولزي هدف دوري وزي وينك اسمه بواتينك لا الملاء اثنان الشيء صغير يومك يومك هني توقع هدف دوري وزي لسه ما لعب لسه ما جاهز هو لعب شاوجي موالي صحيح لسه ما جاهز بس عليه كلام يعني أنا قاعد أقرأ الصحافة الإنجليزية البريطانية خلني قولك أنه مستغربين صحيح بس لسه ما جاهز المشكلة الأجانب في العروبة كلهم ما عسكروا مع النادي ما عسكروا مع فريق فالبعض جاهز الآن زي زوما لعب كبير لكن ما زال عنده أكثر يقدمه تمنى التوفيق لجميع فرقض شكرا وإن شاء الله مستقبلا سير الجوف تعرف بالزيتون والحلوة ونادي العروبة اللي يكون خلني نقول ظلع ثابت في الدور في السنوات الجاية شكرا شكرا لكم شكرا لكم وشكرا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة عبد الرحمن عبود في التصوير يوسف إبراهيم في التسجيل والهندسة الصوتية في التحرير مرامض بيبان في التلوين أحمد سالم في إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب وفي إدارة البيانات عبد الرحمن الصوفي هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة